فيلمنا النهاردة بيبدأ في مكان اسمه وادي السلام وهناك بنشوف فيه ضب باندة اسمه بو واللي بتكون أمنية حياته إنه يبقى مقاتل كونج فو وبنعرف من بو إنه نفسه يكون قوي زي المحاربين الخمسة اللي بيحموا الوادي من الأشرار وبعدها بيروح بو لوالده اللي اسمه بينج واللي بيكون صاحب مطعم كبير لبيع النودلز وبنعرف وقتها إن بو بيساعد بينج في إدارة المطعم وبتكون شغلته إنه يقدم الوجبات للذباين وأثناء الشغل بيروح بينج وبيقول لبو إنه مبسوط جدا منه وإنه هيعرفوا المكون السري للنودلز بعد ما يكبر ولكن بو ما بيكونش مهتم إنه يعرف المكون السري ده وده لإنه بيحلم يكون مقاتل كونج فو ومن ناحية تانية بنشوف المعلم اللي اسمه شيفو وهو بيدرب المحاربين الخمسة وبينصحهم علشان يطوروا من قدراتهم وبيروح بعدها المعلم شيفو يقابل المعلم الحكيم ومكتشف الكونج فو اللي اسمه أوجوي واللي بيقول للمعلم شيفو إنه شاف رؤية لرجوع الوحش اللي اسمه تايلونج للوادي فبيتصدم المعلم شيفو وبيقوله إن ده مستحيل يحصل وده لإن تايلونج محبوس في أقوى سجن في الصين وبيطلب المعلم شيفو من المساعد بتاعه اللي اسمه زينج إنه يروح للسجن ده ويطلب منهم يشددوا الحراسة على تايلونج وبيقول المعلم شيفو للمعلم أوجوي إن تايلونج لو رجع للوادي هيدمره هيقتلهم كلهم فبيقوله المعلم أوجوي إنهم هيلجأوا لاستخدام مخطوطة التنين وبيعرفوا إن اللي هيمتلك المخطوطة دي هيكون شخص قوي جدا وده لإنه هيكون التنين المقاتل وإن ما فيش حد هيقدر يقف في طريقه وبنرجع تاني لبو اللي بيكون لسه بيساعد والده في المطعم ولما بيجي بو يقدم الطلبات للزباين بيشوف منشور للمعلم أوجوي عن حفلة اختيار التنين المقاتل فبيفرح بو جدا وبيطلب من الزباين إنهم يروحوا لأصر المعلم أوجوي وده علشان يشوفوا مين من المحاربين الخمسة اللي هيقدر يكون التنين المقاتل وبيروح بينجل ابنه بو وبيطلب منه ياخد عربية النودلز لأصر المعلم أوجوي وده لإن كل السكان الوادي هيكونوا موجودين هناك ومن ناحية تانية بيبدأ الاحتفال في أصر المعلم أوجوي وبنشوف سكان الوادي وهم بيحتفلوا قبل ما يتم اختيار التنين المقاتل ووقتها بنشوف بو اللي بيحاول إنه يطلع بعربية النودلز للأصر ولكن للأسف بيكون السلم طويل جدا فبيكرر بو إنه يسيب عربية النودلز ويمشي علشان يلحق الاحتفال وبعد شوية بيقدر بو إنه يوصل للأصر ولكنه للأسف ما بيلحقش يدخلوا قبل ما الأبواب تتقفل وبيحاول بو إنه يدخل للأصر بكل الطرق الممكنة ولكنه ما بيقدرش وفي الاحتفال بيبدأوا المحاربين الخامسة يستعرضوا قدراتهم قدام المعلم أوجوي واللي بيكون حاسس بوجود التنين المقاتل قريب منه وبيكرر إنه يختار واحد من المحاربين الخامسة وبنرجع تاني البو اللي بيقدر إنه يوصل لمكان ألعاب نارية وبيبدأ إنه يستخدمها وبيصنع منها كرسي وبيولع بو في تيل الألعاب النارية اللي بتنفجر وبتطيره وبيفضل بو طاير في السمع لحد ما بيدخل جوه الأصر وبيقع وسط المحاربين الخامسة وساعتها بيتفاجئ بو لما بيشوف المعلم أوجوي وهو بيشاور عليه واللي بيختاره علشان يكون هو التنين المقاتل فبيفرحوا سكان الوادي وبيبدأوا يحتفلوا بو ووقتها بيكون المعلم شيفو مصدوم جدا من اختيار المعلم أوجوي وبيقوله إن البندة ده مستحيل يكون هو التنين المقاتل وده لإنه وقع عليهم من السمع بالصدفة فبيرد علي المعلم أوجوي وبيقوله إن مفيش حاجة اسمها صدفة وبيسيبه وبيمشي وبيبان ساعتها على المعلم شيفو إنه متضايق جدا وده لإن الاختيار وقع على حد تاني غير المحاربين الخامسة وبيقعد المعلم شيفو يفكر إزاي ممكن يتخلص من بو ومن ناحية تانية بنشوف المساعد زينج بعد ما وصل للسجن اللي تايلونج محبوس فيه وهناك بيقابل مدير السجن اللي بيكون متضايق جدا وده لإن المعلم شيفو بيطلب منه يزود الحراسة على تايلونج وبيقول المدير لزينج إن تايلونج مستحيل يهرب من السجن وبيعرفوا إن السجن ده موجود فيه ألف حارس قادرين إنهم يمنعوا تايلونج من الهروب وبياخدوا المدير وبينزلوا المكان زنزانة تايلونج وهناك بيوري له تايلونج وهو محبوس ومقيد بطريقة قوية ومحكمة جدا علشان ما يهربش وبيبدأ مدير السجن يستفز تايلونج وبيقوله إن المعلم أجوي بدأ مراسم اختيار التنين المقاتل وبيسيبه المدير وبيمشي وبالصدفة بتقع ريشة من زينج قدام تايلونج ومن الناحية التانية بيظهر بو وهو منبهر جدا بشكل الأصر وبكل الأسلحة اللي موجودة فيه وبيبدأ بو إنه يستكشف المكان أكتر وبيشوف الفازة الأسطورية اللي بيكون محبوس فيها أرواح ألف محارب وفجأة بيتخض بو لما بيشوف المعلم شيفو بيوقع الفازة وبيكسرها فبيتضيق المعلم شيفو بيبدأ يزعقله وبيقوله إنه هو مش التنين المقاتل وإنه مش هيبقى التنين المقاتل غير لما ياخد مخطوطة التنين وإن مستحيل ده يحصل لإنه بان دا سمين وكمان ما يعرفش أي حاجة عن الكونج فو وبيقرب المعلم شيفو من بو وبيمسكه من صباعه فبيتصدم بو وبيخاف جدا لإن الحركة دي اسمها إصبع ووشي واللي بتكون حركة خطيرة جدا وقدرة إنها تقتله وتدمر الأصر بالكامل وساعتها بيبدأ المعلم شيفو يهدد بو وبيقوله إن لو ما سمعش كلامه هيقتله وبعدها بياخدوا المعلم شيفو للمكان اللي بيدرب فيه المحاربين الخامسة وفي الوقت دا بنشوف المحاربين الخامسة اللي بيكون اسمهم ولما بيحاول بو إنه يتدرب بيغلط وبيقع في المكان اللي المحاربين الخامسة بيتدربوا فيه فبيجرب بو من تاني وبيحاول يكمل تدريب وبيبدأ يحرك التماثيل الخشبية اللي بتلف بسرعة وبتضربه في كل مكان وبعد محاولات كتير بيفشل بو في التدريب وكمان بيتحرق من النار وبالليل بيظهروا المحاربين الخامسة وهم متضايقين جداً وده لأن المعلم أجوي مختارش واحد منهم وبيفضلوا كلهم يتريقوا على بو لأنه سمين فبيتضايق بو وبيحزن جداً لما بيسمعهم وهما بيتريقوا عليه ولما بيرجع بو تاني للأصر بتروح له تايجرس وبتقوله إن مكانه مش هنا لأنه عار على الكونج فو وبتطلب منه يمشي من هنا فبيحزن بو جداً وبيروح يقعد لوحده عند شجرة الحكمة وساعتها بيروح له المعلم أجوي وبيسأله عن سبب حزنه فبيقوله بو إن المحاربين الخامسة بيكرهوه لأنه فاشل وما يعرفش أي حاجة عن الكونج فو وبيعرفوا إنه بيفكر يسيب الأصر ويرجع تاني يشتغل في المطعم وده لأنه عمره ما هيقدر يكون التنين المقاتل فبيشجعوا المعلم أجوي وبيقوله إننا ما بنقدرش نتحكم في الماضي أو المستقبل ولكننا بنقدر نتحكم في الحاضر وإننا لو تعلمنا حاجة جديدة هنقدر نغير بيها المستقبل للأفضل وبنرجع تاني لتايلونج اللي بيستخدم الريشة اللي وقعت من زينج وبيحاول بيها إنه يفك السلاسل اللي هو مربوط فيها فبيتصدم مدير السجن وكمان زينج لما بيشوفوا تايلونج بعد ما قدر يحرر نفسه وبيكرر زينج إنه يهرب من المكان بسرعة علشان يروح يبلغ المعلم شيفه باللي حصل ولكن مدير السجن بيمسكه وبيمنعه من إنه يعمل كده وبيبدأوا الحراس يستخدموا الرمح بتاعتهم وبيهاجموا بيها تايلونج اللي بيقدر إنه يستغلها وبيكسر بيها باقي السلاسل اللي هو مربوط بيها وبيبدأ تايلونج يتخطى كل استهام اللي الحراس بيدربوها عليه وبعدها بيطلع لهم وبينقد عليهم وبيهاجمهم وفعلا بيقدر تايلونج إنه يقضي عليهم كلهم وما بيكونش في حد من الحراس قادر إنه يتصداله وده لإنه ماهر جدا في استخدام مهارات الكونج فو وبعد معركة كبيرة بيقدر تايلونج إنه يدمر السجن وكمان بيقتل كل الحراس اللي موجودين فيه وبيخرج بعدها تايلونج من السجن وبيمسك زينج وبيطلب منه يروح يبلغ المعلم شيفه إن التنين المقاتل الحقيقي راجع للوادي وفي تاني يوم بيبدأ المعلم شيفه هو والمحاربين الخامسة إنهم يدربوا بو على الكتال وبيبدأ كل واحد فيهم يقاتل بو علشان يستسلم ويمشي من الأصر ولكن بو ما بيستسلمش وبيحاول إن يواجههم بكل قوته وبالليل بيروح مانتس لبو وبيعالجه بالإبر السينية علشان يقدر يتحمل الألم وأثناء ما هم بيتكلموا بتروح لهم تايلونج أكتر وبتحاول إنها تخوف بو علشان يمشي من الأصر وبتحكي لهم إن زمان المعلم شيفه شاف تايلونج وهو صغير ومرمي على باب الأصر ووقتها قرر المعلم شيفه إنه ياخده يربيه كأنه ابنه وإنه فضل يدربه على مهارات الكونج فو لحد ما كبر ولكن بعدها المعلم أجوي حس إن تايلونج هيبقى محارب شرير وعلشان كده رفض إنه يديله مخطوطة التنين وساعتها تايلونج تدايق وقرر إنه يدمر الوادي وينشر الفوضى ولما حاول إنه ياخد مخطوطة التنين بالقوة حاول المعلم شيفه إنه يمنعه ولكنه ما قدرش وساعتها تدخل المعلم أجوي ويستخدم قوته وقدر إنه يهزم تايلونج ويحبسه وبتكمل تايجرس وبتقول لبو إنه هو الأمل الوحيد للمعلم شيفه علشان يصلح غلطته وفي الوقت ده بيوصل زنج للأصر وبيبلغ المعلم شيفه بكل اللي حصل فبيروح المعلم شيفه للمعلم أجوي وبيعرفه إن تايلونج هرب من السجن فبيطمنه المعلم أجوي وبيقوله إن التنين المقاتل هيقدر يواجهه فبيتعصب المعلم شيفه وبيقوله إن البندة مش هو التنين المقاتل وده لإنه اختاره بالصدفة فبيرد عليه المعلم أجوي وبيقوله إنه مفيش حاجة اسمها الصدفة وبيعرفه إن بو قادر إنه يهزم تايلونج لو هو فعلاً دربه ويهتم به ووسق فيه وبيقرب المعلم اوجوي من المعلم شيفو وبيديله عصاية الحكمة بتاعته وبيودعه وفجأة بيبدأ المعلم اوجوي يختفي وبيتلاشى مع اوراق الشجر فبيحزن المعلم شيفو جدا على المعلم اوجوي وبيروح لبو والمحاربين الخامسة وبيبلغهم بخبر موت المعلم اوجوي وبيعرفهم ان تايلونج هرب من السجن وان محدش هيقدر يتصداله غير التنين المقاتل اللي هو بو فبتعتار التايجرس على كلام المعلم شيفو وبتطلب منه ان يسيبهم يواجه تايلونج لوحدهم وده لانه دربهم طول الوقت ده علشان يحربوه ولكن المعلم شيفو بيرفض وبيقول لها ان مفيش حد هيواجه تايلونج غير بو فبيخف بو جدا وبيفضل يجري بسرعة وبيقرر انه يهرب من الاصر علشان يرجع تاني للوادي ولكن المعلم شيفو بيشوفه وبيمنعه من الهروب وبيقوله ان التنين المقاتل لازم يواجه وما ينفعش يهرب فبيقول بو للمعلم شيفو ان هو اعظم معلم كونج فو في الصين ولكنه مش هيقدر يدربه ويخلي التنين المقاتل وده لانه مجرد بندسامين فبيحزن المعلم شيفو جدا وبيتدايق لان المعلم اجوي طلب منه انه يصق فيه ومن ناحية تانية بتخرج تايجرس من الاصر وبتنزل للوادي علشان تروح تقاتل تايلونج ووقتها بيروحوا معاها باقي المحاربين علشان يستعدوها وفي اليوم اللي بعده بيتفاجئ المعلم شيفو لما بيشوف بو وهو بيدمر المكان وده لانه بيكون جعان جدا وبيدور على الاكل فبيعرفوا المعلم شيفو ان مانكي مخب البسكوت فوق الرف وبيسيبه وبيمشي ولما بيرجع المعلم شيفو بيتفاجئ ان بو طلع لمكان عالي جدا وقدر يوصل للبسكوت فبيطلب المعلم شيفو من بو انه ييجي معاه وفعلاً بياخدوا المعلم شيفو وبيطلعوا فوق الجبل وهناك بيقولوا إن المعلم أجوي اكتشف الكونج فو في المكان ده وبيعرفوا إنه هيعلموا الكونج فو عن طريق الأكل وبيبدأ المعلم شيفو إنه يدرب بو وبيحفزوا باستخدام الأكل وبيفضل بو يتدرب وهو ممنوع من الأكل وبعد مدة طويلة من التدريب بيتحسن بو وبيبقى أفضل من الأول وبيتعلم أساسيات الكونج فو بالكامل ولما بيروح بو علشان يأكل بيمنعوا المعلم شيفو وبيأكل هو كل الأكل وبيسيب له قطعة واحدة بس وكمان بيغطيها بالأطباء علشان يمنع بو إنه يكلها ولكن بو بيقدر إنه يعرف مكانها وبيحاول ياخدها وبيفضل هو والمعلم شيفه يقتلوا بعض الحد ما بيقدر بو إنه يوصل لقطعة الأكل اللي فضله ولكنه ما بيرضاش يكلها وبيديها للمعلم شيفه واللي بيفرح جدا لإن بو بقى موهوب في الكونج فو وبنرجع وقتها التايجرس وباقي المحاربين اللي بيكونوا وصلوا المكان تايلونغ وبيقطعوا الجسر علشان يمنعوه من العبور للوادي وبتبدأ تايجرس تهاجمه وبتحاول توقعه ولكنها ما بتقدرش وده لإن تايلونغ أقوى منها بكتير وفعلا بيقدر تايلونغ إنه ينقض عليها وبيوقعها من على الجسر لكن فجأة بيتير كرين وراها وبيقدر إنه ينقضها على آخر لحظة وساعتها بتبدأ فيبر تهاجم تايلونغ وبيروح منكي بسرعة وبيمسك الحبل علشان الجسر ما يقعش بيهم وبيتحدوا المحاربين الخمسة كلهم مع بعض وبيبدأوا يهاجموا تايلونغ وبيضربوه وبيجي كرين وبيلف الحبل حواليه وبيقيده وبتيجي تايجرس وبتضربه بالضربة القضية وبيقطعوا الحبل بتاع الجسر اللي بياخده وبيقع به ولكن تايلونغ بيكون لسه عيش وبيقدر إنه يرجع لهم من تاني وبينقض عليهم وبيهزمهم وبنروح بعدها للمعلم شيفو بو اللي بيكون فرحان جدا لإنه أخيرا اتعلم كل مهارات الكونج فو ولكنهم بعدها بيتصدموا لما بيوصل كرين وهو شيء لباقي المحاربين واللي ما بيكونوش قادرين يتحركوا من بعد مواجهتهم لتايلونغ فبيساعدهم المعلم شيفو بيرجعهم لطبيعتهم من تاني وبيفهم من كلامهم إن تايلونغ بقى أقوى وأسرع من الأول بكتير فبيقولهم المعلم شيفو إن بو هو الوحيد اللي هيقدر يهزم تايلونغ ودلى إنه هو التنين المقاتل فبيتصدم بو وبيقوله إن المحاربين الخامسة ما قدروش إنه هم يهزموه وإنه أكيد هو الوحيد ومش هيقدر يهزمه فبيقرر المعلم شيفو إنه يديله مخطوطة التنين علشان تمده بقوة كبيرة وبيقوله إنه بالقوة دي هيقدر يهزم تايلونغ وبيستخدم المعلم شيفو عصاية الحكمة وبيحرك أوراق الشجر اللي بيتطير وبتوقع المخطوطة من مكانها وبياخدها المعلم شيفو وبيديها البو واللي بيكون فرحان جدا لإنه كده هيكون التنين المقاتل وبمجرد ما بيفتح بو المخطوطة بيصرخ بصوت عالي وبيقول للمعلم شيفو إن المخطوطة فاضية فبيتصدم المعلم شيفو وبيتدايق جدا وده لإنه ما بيكونش فاهم قصد المعلم أجوي من المخطوطة دي وبيطلب المعلم شيفو من بو هو والمحاربين إنهم يجمعوا كل السكان ويخرجوهم برا الوادي وبيعرفوا منه هو هيفضل هنا علشان يحاول يمنع تايلونغ من تدمير الوادي وبيشكرهم المعلم شيفو على شجعتهم وبيودعهم وفعلا بيروح بو هو وباقي المحاربين للوادي وبيبدأوا يخرجوا السكان من الوادي قبل ما تايلونغ يوصل لهم ووقتها بيكون بو حزين جدا لإنه ما قدرش يكون التنين المقاتل وساعتها بيقابل والده اللي بيحضنه وبيحاول يوسيه وبيقرر إنه يعرفوا على المكون السري للنودلز وبيقولوا إن المكون السري هي النودلز نفسها من غير أي إضافات فبيستغرب بو جدا من كلام والده وبيفتح المخطوطة وبيفهم الهدف منها وهو إنه يصق في نفسه وفي قدرته على تحقيق كل اللي بيحلم بيه وفي الوقت ده بيوصل تايلونغ للأصر وبيهاجم المعلم شيفو وبيضربه وبيبدأ يلومه لإنه كان السبب في إنه يفضل في السجن طول المدة دي وإن كل ده حصل لإنه ما وصقش فيه وبياخد تايلونغ عصاية الحكمة وبيهاجم بيها المعلم شيفو وبيكسرها وبيفضل تايلونغ يطارد المعلم شيفو وبيستغل وجود شعلة النار وبيضربه بيها وبيقوله إنه فضل يتدرب طول عمره علشان يخليه فخور بيه ولكنه في النهاية اتخلى عنه لما المعلم أجوي رفض يديله المخطوطة وبعد معركة طويلة بيقدر تايلونغ إنه يهزم المعلم شيفو واللي بيعتذر له لإنه كان السبب في إنه يتحول لوحش وقبل ما تايلونغ يقتل المعلم شيفو بيظهر بو على آخر لحظة وبيقوله إنه هو التنين المقاتل فبيتريق تايلونغ عليه لإنه مجرد ضب بندة سمين ولكن بمجرد ما بو بيوريله المخطوطة بينقض تايلونغ عليه وبيبدأ يهجمه وبيضربه ولكن بو بيردله الدربة بسرعة فبيتعصب تايلونغ جداً وبيهجم على بو وبيخرجه هما الاتنين من الأسر وساعتها بيستغل بو الشجرة وبيضرب تايلونغ بيها وبيجري بسرعة علشان يهرب منه ولكن تايلونغ بيقدر إنه يرجع له وبيهجمه بمنتهى الشراسة وبيفضلوا هما الاتنين يقعوا من على سلم الأسر لحد لما بيوصلوا للوادي وهناك بتطير المخطوطة من بو اللي بيستخدم فروع الشجر وبيتحرك بيها وبيغطي المخطوطة بالأطباء علشان تايلونغ ما يعرفش مكانها فبيروح تايلونغ وبيضرب بو وبيرميه بعيد علشان يقدر ياخد المخطوطة وساعتها بيستخدم بو الألعاب النارية وبيوصل للمخطوطة قبل تايلونغ ولكنه للأسف بيخبط في الجدار وبتطير منه المخطوطة وبتطلع فوق سطح البيت وساعتها بيتخيل بو إن المخطوطة دي عبارة عن بسكوتة وبيفتكر تدريب المعلم شيفو لي وبيبدأ يتسلك الجدار علشان يلحقها ولكن فجأة بيظهر تايلونغ وبيضرب الجدار ضربة قوية جدا وبيدمره وكمان بيطير المخطوطة لبعيد وساعتها بينط بو من فوق البيت وبيطير وراها وبيقدر أن يوصلها ولكن فجأة بينقض تايلونغ عليه وبيضربه ضربة قوية جدا وبيدمر بيه الأرض وكمان بياخد منه المخطوطة ولما بيجي تايلونغ يفتحها بيتصدم لما بيلاقيها فاضية فبيقول له بو إن مفيش أي طريقة سرية علشان يكون التنين المقاتل وإن كل حاجة متعلقة بيه هو وإن كل اللي مطلوب منه إنه يسك في نفسه وفي قدراته وساعتها أكيد هيحقق كل اللي بيتمناه فبيتعصب تايلونغ جدا وبيضرب بو ولكنه ما بيتأثرش بدرباته وبيفضل يضحك فبيتعصب تايلونغ أكتر وبيهجمه بكل شراسة وساعتها بيستخدم بو مهاراته في الكونج فو وبيدافع عن نفسه وبيقدر أنه يتفادى كل درباته وبيضربه ضربة قوية جدا وبيضمر بالبيوت وبيهاجم تايلونغ اللي ما بيكونش قادر يهجمه واللي بيكون متضايق جدا لأنه تهزم من دوب باندا سمين زي بو وساعتها بيمسكه بو من صباعه علشان يقتله بحركة إسبع ووشي وبيقوله أنه هو التنين المقاتل وبينفز بو الحركة اللي بتقضي على تايلونغ وبتدمر المكان وبعدها بيرجعوا سكان الوادي اللي بيكونوا فرحانين جدا وده لأن التنين المقاتل هزم تايلونغ وأنقذ الوادي من الدمار وساعتها بينحنوا المحاربين الخمسة وكل سكان الوادي البو واللي بيكون فرحان جدا لأنه فعلا قدر ينقذ الوادي وبعدها بيروح بو للأسر علشان يتطمن على المعلم شيفو وبيقوله أنه قدر يسك في نفسه يهزم تايلونغ فبيفرح المعلم شيفو جدا لأنه قدر يحقق المستحيل زي ما المعلم أجوي قاله وأخيرا بيقدر بو أنه يثبت لكل سكان الوادي أنه هو التنين المقاتل وبيحقق بو حلمه اللي كان دايما بيحلم بيه فيلمنا النهاردة بيبدأ بأحداث من الماضي وبنشوف عائلة التووص اللي بيحكموا مدينة كبيرة اسمها جونجمان وبنعرف أنهم فضلوا يحكموا المدينة لوقت طويل جدا ولأنهم قدروا يخترعوا الألعاب النارية بتكبر المدينة وبتكون من أغنى المدن في الصين ولكن للأسف بيقرر ابنهم اللورد اللي اسمه شين أنه يطور الألعاب النارية دي وبيحولها الأسلحة مدمرة علشان يقدر بيها أنه يحكم الصين بالكامل وساعتها والده ووالدته بيحسوا أنه هيكون شخص شرير وبيخافوا أنه يتسبب في موت أشخاص كتير وبيقرروا أنهم يتأكدوا من ده وبيروحوا لعرفة المدينة وده علشان يسألوها عن مصير اللورد شين في المستقبل فبتقولهم العرفة أن اللورد شين لو استمر في أفعاله الشريرة دي هيظهر مقاتل لونه أبيض في أسود وهيقدر أنه يهزمه ولما اللورد شين بيعرف التنبؤات بتاعة العرفة بياخد الحراس بتوعه وبيروح يهاجم قرية البندة وفعلا بيقدر أنه يقتل كل اللي فيها وبسبب اللي هو عمله ده والده ووالدته بيتأكدوا أن ابنهم اتحول لوحش وبيقرروا أنهم يتردوه برا المدينة وساعتها بيتضيق اللورد شين وبيعرفهم أنه هيرجع لهم تاني وده علشان ينتقم منهم ويحكم الصين بالكامل وبنروح بعدها لوقتنا الحاضر وبنشوف مصنع غريب في مكان مرعب ومخيف وفي المصنع ده بنشوف مجموعة من الزئاب وهما بيصنعوا الأسلحة وبيروح زعيم الزئاب لللورد شين وبيعرفوا أنهم قربوا ينتهوا من صناعة كل الأسلحة المطلوبة ولكنهم دلوقتي محتاجين لمعيدن أكتر فبيأمروا اللورد شين أنه يروح لأقرب قرية جنبهم وده علشان يسرقوا كل المعيدن اللي موجودة هناك وبنروح بعدها للمحاربين الخمسة اللي بيكونوا متحمسين جدا وبيشجعوا بو على تخطيم الرقم القياسي في الأكل وبعد ما بو بيخلص اللي كان بيعمله بيروح للمعلم شيفو اللي بيكون صلح عصاية الحكمة وقاعد منعزل في كهف الوحده وهناك بيشوف بو المعلم شيفو وهو بيحرق قطرة مية بطريقة سلسة ومبهرة وبينزلها بعدها على نبتة من النباتات وبيقول المعلم شيفو البو إن اللي هو بيعمله ده اسمه اسلوب السلام الداخلي وإن اللي اكتشف الاسلوب كان المعلم أجوي وبيعرفه إن السلام الداخلي هو مرحلته التدريبية التانية وده لأنه التنين المقاتل وبيقوله إنه لازم ينسى كل المشاكل والصراعات والمشاعر السلبية علشان يقدر يوصل فعلا للسلام الداخلي ولكن فجأة بتقطيعهم تايجرس وبتعرفهم إن في مجموعة من الزئاب هجموا قرية قريبة منهم فبيتحرك بو وبيودع المعلم شيفو وبينطلق هو والمحاربين الخمسة علشان يروحوا ينقذوا سكان القرية ومن ناحية تانية بنشوف الزئاب وهم بيهجموا على القرية وبياخدوا أي حاجة فيها مصنوعة من المعدن علشان يصنعوا بيها الأسلحة ووقتها ما بيكونوش سكان القرية قادرين يقوموهم ولا حتى يدفعوا عن نفسهم وقبل ما الزئاب ياخدوا المعادن ويهربوا بيوصل بو والمحاربين الخمسة وبيهجموهم ووقتها بنلاحظ إن بو بقى موهوب جدا في الكونج فو وبينشوفه هو بيقاتل مجموعة من الزئاب وبيقدر إن يهزمهم بكل سهولة وكمان بنشوف مانكي وهو بيستخدم الآلات الموسيقية وبيهاجم بيها الزئاب بمساعدة تايجرس وفايبر وبعد معركة طويلة بيقدروا المحاربين إنهم يهزموا كل الزئاب معادة زعيمهم اللي بيجي بسرعة وبيحاول إنه يهاجم بو واللي قبل ما يصد ضربته بيشوف الرسمة اللي على دراعه وفجأة بيفتكر بو مشهد لوالدته أيام ما كان لسه صغير فبيستغل زعيم الزئاب الفرصة وبيضرب بو دربة قوية جدا وبياخد المعادن وبيسيبهم وبيهرب ولما تايجرس بتسأل بو عن اللي حصل بيقول لها بو إنه لازم يروح يقابل والده وفعلا بيروح بو للمطعم وبيقابل والده بينج اللي بيفرح جدا لما بيشوفه وبيدخل بو مع والده للمطبخ وبيحكيله اللي هو افتكر عن والدته هو صغير وبيقرب بو من والده وبيسأله هو تولد ازاي فبيرد عليه بينج وبيقوله إن الوز دي بيجي من البيت وبيطلب منه إنه ما يسألوش البيت ده بيجي منين فبيضحك بو وبيقوله إنه هو دب بنده وإنه أكيد ما جاش من بيضة وبيسأله عن المكان اللي هو جابه منه وساعتها بيوريله والده الصندوق اللي هو لقاه فيه وبيحكيله إنه زمان خرج من المطعم علشان يجيب خضار من الصندوق ولكنه وقتها تفاجئ لما شاف صندوق الخضار وهو بيتحرك وإنه لما جاي قرب منه اكتشف إنه هو كان موجود جواه وبيكمل والده وبيقوله إنه أخد وأكله واهتم بيه وبيقوله إنه لما عد وقت طويل وما حدش من أهله جاي علشان ياخده قرر وقتها إنه يتبنيه فبيستغرب بو من اللي هو بيسمعه وبيفضل يسأل نفسه عن السبب اللي خلى أهله يتخلوا عنه وبعدها بنروح لمدينة جونجمان وفي القصر بنشوف معلمين الكونج فيه وهم بيتدربوا وبنعرف إنهم بقوا هم المسؤولين عن حماية المدينة وفجأة بيدخل عليهم اللوردشان وبيطلب منهم يخرجوا من القصر بتاعه وبيروح كمان يتريق على العرافة وبيقولها إن دلوقتي محدش هيقدر يوقفوا أو يمنعوا من إنه يخزوا الصين فبيرفضوا معلمين الكونج فو إنهم يخرجوا من القصر وده لإنهم بقوا المسؤولين عن حماية المدينة من بعد موت الملك والملكة فبيتريق عليهم اللوردشان وبيقولهم إنه محضر لهم وفجأة في الصندوق فبيبدأوا المعلمين يهجموه قبل ما يدمر المدينة ولكن وقتها بيظهر إن اللوردشان بقى موهوب جدا في الكونج فو واللي بيقدر يتصدلهم وكمان بيفتح الصندوق وبيخرج منه مدفع كبير وبيضرب كظيفة على واحد منهم وبيموته ومن ناحية تانية بنشوف المعلم شيفو هو بيقرر سالة من مدينة جونجمان وبيقول المعلم شيفو البو هو وباقي المحاربين إنه معلم مدينة جونجمان اتقتل على إيد اللوردشان وبيعرفهم إنه اخترع سلح قوي جدا وبيكمل وبيقولهم إنهما لازم يوقفوا اللوردشان عند حده لأنه كده هيتسبب في ضمار كبير علشان ينفس خطته ويخزوا الصين وبيطلب منهم المعلم شيفو إنه يروحوا لمدينة جونجمان وبيطلب منهم يدمروا السلاح ويقبضوا على اللوردشان فبيسألوا بو إذا كانوا هيقدروا يدمروا السلاح باستخدام الكونجفو فبيرد عليه المعلم شيفو بيقولوا إنه هيقدر يعمل أي حاجة وده بشرط إنه يتكن أسلوب السلام الداخلي فبيودع بو المعلم شيفو بينطلق مع المحاربين الخامسة وبيبدأوا رحلتهم لمدينة جونجمان علشان يوقفوا اللوردشان وفي الطريق بنشوف بو وهو بيتدرب علشان يدكن أسلوب السلام الداخلي ولكنه للأسف ما بيقدرش يسيطر على غضبه فبتنضمله تايجرس وبتساعده في التدريب علشان يتطور أكتر وبيجوا باقي المحاربين وبيسألوا بو عن سبب حزنه فبيقولهم بو إنه اكتشف إنه هو مش ابن بينج فبيتفاجئوا المحاربين من اللي بو بيقوله وبنروح بعدها لمدينة جونجمان وفي القصر بنشوف اللوردشان وهو بيحط المدفع اللي هو اخترعه مكان العرش بتاع والده وبيطلب من العرافة إنها تتنبأ له تاني بالمستقبل بتاعه فبتقوله العرافة إنه لو فضل ماشي في نفس الطريق هيتهزم من مقاتل لونه أبيض في أسود فبيتريق عليها اللوردشان وبيقولها إن ده مستحيل يحصل وده لإنه قتل كل دبابة البندا وأثناء ما هو بيتكلم بيوصل فجأة زعيم الزئاب وبيعرف اللوردشان إن هو قابل دبابندا موهوب جدا في كتال الكونجفو وإنه هاجمهم بكل مهارة وقضى على كل الزئاب اللي معاه لما كانوا بيسرقوا المعادن فبيتعصب اللوردشان جدا وبيطلب من زعيم الزئاب إنه يقبض عليه علشان يقتله في أسرع وقت ممكن وبنرجع تاني البو هو والمحاربين اللي بيكونوا وصلوا لمدينة جونجمان وهناك بيستخبوا جوه زي تنكري على شكل تنين وده علشان يوصلوا للأسر من غير محد يشوفهم وأثناء هم ماشيين بيشوفوا واحد من الزئاب وهو بيهدد ستة عجوزة وبيقول لها إنها لو مدتلوش الأكل اللي معاها دلوقتي هيكلها هي على الغداء فبيتدخل بو وهو جوه زي التنكري وبيهجمه وبيضربه وبيقول بو للستة العجوزة إنهم هنا علشان ينقذوهم ويقبضوا على اللوردشان فبتعرفهم الستة العجوزة مكان السجن اللي محبوس فيه المعلمين اللي اسمهم أوكس وكروك وبتقولهم إن هم دول معلمين الكونج فوق اللي كانوا مسؤولين عن حماية المدينة فبيتحمس بو وبيتحرك هو والمحاربين علشان يروحوا يطلبوا منهم المساعدة ولكن وأثناء ما هم ماشيين بيشوفوهم الزئاب وبيشكوا فيهم وبيبدأوا يطردوهم وساعتها بتدور معراكة كبيرة ما بينهم هما الاتنين لحد ما بيقدر بو هو والمحاربين إنهم يهربوا منهم ويوصلوا لمكان السجن وهناك بيدرب بو الحراس اللي على الزنزانة واللي بيكون محبوس فيها المعلم كروك والمعلم أوكس وبتروح تايجرس وبتكسر باب الزنزانة وبيطلب بو هو والمحاربين من المعلمين إنهم يساعدوهم وده علشان يقدروا يهزموا اللورد شين ولكن وقتها بيرجعوا المعلمين الباب لمكانوا من تاني وبيكونوا رفضين إنهم يروحوا معاهم وفي كل مرة بيحاول بو إنه يخرجهم بيرجعوا المعلمين نفسهم جوه الزنزانة من تاني وده بيكون بسبب إنهم خايفين من اللورد شين وبيقولوا البو إنه ممكن يدمر المدينة باستخدام السلاح بتاعه ويقتلهم زي ما قتل المعلم بتاعهم وبيقول المعلم أوكسل بو إن ده وقت الاستسلام لأن الكونج فو ما قدموش أي فرصة في مواجهة سلاح اللورد شين فبيتضيق بو منهم جدا وبيقولهم إنه مستعد يضحي بحياته علشان يمنع اللورد شين وينقذ الكونج فو وفجأة بيدخلوا مجموعة من الزئاب للسجن وبيكون معاهم الزعيم بتاعهم اللي بيجري أول لما بيشوف بو فبيجري بو هو والمحاربين وراء زعيم الزئاب اللي بيركب عربية وبيجري بيها علشان يهرب منهم فبيركب بو على عربية هو كمان وبتساعدوا فيبر علشان يجري بيها بسرعة ولكن زعيم الزئاب بيرمي عليه مجموعة من الأرانب الصغيرين اللي بيخلوه ما يشوفش الطريق ويفكد السيطرة ولكن بو بيقدر إنه يعدي من فوق المباني وبيتير في الهوى وبينقذ الأرانب على آخر لحظة وكمان بيديهم لكرين اللي بيقدر إنه يلحقهم قبل ما يقعوا ولكن للأسف بتتدمر العربية وما بيقدرش بو إنه يوصل لزعيم الزئاب وساعتها بتوصل تايجرس وبتضربه ضربة قوية بتخليه ينطلق بسرعة جداً وبتوصله لزعيم الزئاب ووقتها بيبدأ بو يهجمه وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض وهم ركبين العربية وبعد معركة طويلة بيقدر بو إنه يقبضوا على زعيم الزئاب وبيثبتوا في الأرض ولما بيوصلوا له باقي المحاربين علشان يساعدوه بيتفاجئوا إنهم وصلوا المكان القصر بتاع اللورد شين وساعتها بيبدأوا الحراس يحصروهم من كل مكان وكمان بيقبضوا عليهم وبيقيدوهم علشان ياخدوهم للورد شين ولما بيطلعوا لآخر دور في القصر بيقابلهم اللورد شين وبيفضل يتريق على بو وكمان بيتريق على العرافة وبيقول لها إن كده محدش هيقدر يتصدالوا وبيطلب اللورد شين من زعيم الزئاب إنه يجهز المدفع ويوجهوا عليهم وقبل ما تنطلقوا الكذيفة بيقدر مانتس إنه يدفي النار وده لإن بو بيكون خداعهم وحط دمية على شكل مانتس في القفص وساعتها بتستخدم فيبر ديلها وبتحرر تايجارس اللي بتحرر بو وباقي المحاربين وبتدرب تايجارس السلاح وبتطيروا في الهوى وكمان بيخبطوا مانتس وبينزلوا الأول دور في القصر وبيدمروه وبيكونوا كلهم فرحانين جدا لإنهم نجحوا في المهمة وساعتها بيبدأ بوي يهاجم اللورد شين علشان يقبض عليه ولكنه لما بيشوف الرسمة اللي على ديله بيفتكر المشهد بتاع والدته هو صغير فبيستغل اللورد شين الفرصة وبيهرب منه وبيخرج من القصر وبعدها بيروح للمصنع بتاعه اللي بيكون فيه عدد كبير جدا من المدافع واللي بيوجهوهم ناحية القصر وبيضربوه بالقزائف وده علشان يدمروه ويقتلوا المحاربين اللي فيه فبيحاول بو هو والمحاربين انهم يتفادوا القزائف اللي بتجيلهم من كل مكان وبتدمر القصر ولما بيحاولوا يخرجوا من الشباك بيهاجموهم الزئاب بالسهام المشتعلة وبيمنعوهم من انهم يخرجوا من القصر اللي بيكون خلاص على وشك الانهيار فبيتحد بو مع تايجرس وبيمسكوا في ايد بعض وبيطلعوا على سطح القصر هم وباقي المحاربين وبيستغلوا ان القصر بقى قريب من الارض وبينطوا من عليه وبيهربوا على اخر لحظة فبيتعصب اللوردشين وبيطلب من اتباعه انهم يحملوا المدافع على السفن علشان هيبدأوا بغزو الصين وفعلا بيبدأوا الزئاب ينفزوا الامر وبيبان وقتها ان عددهم كبير جدا وفي الوقت ده بيكون بو هو والمحاربين رجعوا تاني لستجن وهناك بتظهر تايجرس وهي متضايقة جدا من بو وبتلوموا لان اللوردشين كان قدامه هو ما هاجمهوش فبيعتذر لها بو وبيقول لها ان اللوردشين كان موجود في اخر مرة شاف فيها والدته وانه اكيد هو الوحيد اللي عارف اللي حصل لها فبتحضنوا تايجرس وبتوسي وبتطلب منه انه يفضل في السجن وبتقولوا انها هي وباقي المحاربين هيروحوا علشان يوقفوا اللوردشين فبيرفض بو انه يسيبهم لوحدهم وبيسر انه يروح معاهم ولكن في كل مرة بيحاول بو انه يخرج بتمنعوا تايجرس وبتودعوا هي وباقي المحاربين وبيسيبوه وبيمشو وبنروح بعدها للوردشين اللي بيكون فرحان جدا وده لانه اخيرا هيقدر يحقق حلمه في غزو الصين بالكامل وساعتها بتروح له العرافة وبتقوله ان الدمار والخراب اللي هو بيعمله هيتسبب في موته وبتعرفوا ان والده ووالدته كانوا بيحبوه جدا حتى بعد ما قتل كل دبابة البندة وانهم لما طردوا من المدينة حسوا بالحزن جدا على فراؤه لدرجة انهم ماتوا لانه مش موجود معاهم ولكن اللوردشين ما بيتأثرش بكلامها وبيكون مصر على تنفيذ خطته فبتودعوا العرافة وبتسيبوا وبتمشي وبنرجع تاني لتايجرس وباقي المحاربين وهما بيتسللوا للمصنع من غير محد يشوفهم وهناك بتجيلهم فكرة وهي انهم يستخدموا براميل البرود علشان يفجروا بيها المصنع وبكده هيقدروا يدمروا كل المدافع قبل ما تتحمل على السفن وفي الوقت ده بنتفاجئ ببو اللي بيكون راح وراهم ووصل هو كمان للمصنع وهناك بيدرب اتنين من الزئاب وبيستخبى وراهم علشان محدش يشوفه وفعلا بيقدر بو انه هو يعدي من كل الحراس وبيدخل للمصنع من غير محد يحس بيه ولما بيحاول بو انه يعدي من على جسر معين بيتفاجئ بوجود اللوردشين قدامه واللي بيقطع السلسلة وبيدمر الجسر تماما ولكن بو بيقدر انهم يولعوا براميل البرود وبيدخلوا بيها للمصنع علشان يفجروا وقبل ما يمشوا بيشوفوا بو وهو متعلق في الوعاء فبيطفوا النار بسرعة علشان المصنع ما ينفجرشوا بو موجود جواه وساعتها بيقدر بو انه يرجع تاني للجسر وبيبدأ يهاجم اللوردشين اللي بيخبطوا وبيوقعوا على السير واللي بياخدوا وبيتحرك علشان يوقعوا في الحمام النارية فبتحاول تايجاريس هيا والمحاربين يجري بسرعة علشان ما يقعش في الحمام النارية وساعتها بتجيله فكرة وبياخد كتعة معدنية وبيلف بيها مع السير وبيقدر انه يرجع للوردشين من تاني وبيبدأ بو يهاجمه وبيحاول يهزمه وبيسأله عن اللي حصل لأهله فبيعرفوا اللوردشين انهم تخلوا عنه وكمان بيستدرجه وبيخليه يجري وراه وساعتها بيستغل اللوردشين الفرصة وبيولع فتيل المدفع وبيخرج منه قذيفة قوية جدا فبيستخدم بو الوعاء اللي معاه علشان يحمي نفسه ولكن للأسف بتقدر القذيفة انها تخبط بو وبتدمر الجدار وبتير بيه لبعيد وفي الوقت ده بيقلق المعلم شيفه بيحس ان بو هو والمحاربين في خطر وبنروح بعدها لبو اللي بيكون وقع في النهر واللي بياخده بيفضل يتحرك بي وهو فاقد الوعي وفجأة بيوصل شخص غريب وبينقزه ولما بيفوق بو بيكتشف ان الشخص اللي انقص حياته هي العرافة واللي بتأكله وبتحاول تفكره بالماضي وبتعرفه انه هم موجودين دلوقتي مكان قرية دببة البندة قبل ما تتدمر وبتحكيله العرافة عن والده ووالدته وبتقوله انهم كانوا بيحبوه جدا وبتفهمه انه هم ما تخلوش عنه وان اللوردشين هو اللي قرر يهاجم القرية علشان يقتل كل اللي فيها وساعتها والده اضطر انه يدافع عن عيلته ويهاجم ازدقاب وانه هو اللي امر والدته انها تاخده وتهرب من القرية ولكن للأسف الزئاب فضلوا يطردوها في الغابة علشان يقتلوها وساعتها قررت والدته انها تضحي بحياتها علشان تنكزه وعلشان كده حطته في سلة الخضار علشان تحميه من الزئاب وبعدها رجعت وحاولت تشتت نظر الزئاب واللوردشين اللي كانوا بيطردوها فبيحزن بوه جدا من اللي حصل لأهله ولكنه بيحاول ينسى القلم وسراع الماضي ويتخلى عن شعور الانتقام وبيبدأ بو يحرق قطرة من قطرات المطر بسلاسة من غير ما تقع وبينزلها بعدها على نبتة من النباتات زي ما المعلم شيفو عمل في اسلوب السلام الداخلي وبالرغم من ده بيظهر على بوه انه حزين جدا وبيفضل يعيط بسبب اللي حصل لأهله فبتوسيل عرافة وبتقوله ان بدايتنا ممكن تكون حزينة او سيئة ولكن مستقبلنا ومصيرنا احنا اللي بنحدده باجتهدنا واننا لو اجتهدنا في الحاضر مستقبلنا هيكون افضل من الماضي وبتسأله العرافة هو من دلوقتي وعايز يكون ايه في المستقبل وهل بيتعب علشان يحقق اللي هو بيحلم بيه فبيفتكر بوه كلام المعلم اجوي اللي قالهوله زمان وبيتشجع جدا وبيقولها ان هو التنين المقاتل وبيستعد علشان يروح ينقذ الصين والمحاربين الخامسة وبنروح وقتها للوردشين اللي بيكون حابس المحاربين الخامسة وبيقولهم ان بمجرد ما سكان المدينة هيشوفوهم وهم مهزومين اكيد هيفقدوا الامل في الكونجفو وفعلا بيخافوا سكان المدينة وبيترعبوا جدا لما بيشوفوا الصفن بتاعة اللوردشين واللي بيكونوا شايلين المدافع وبيمشوا في النهر علشان يخرجوا من المدينة وبيستخدموا اتباع اللوردشين المدافع وبيدمروا الجسر علشان يعدوا بالصفن بتاعتهم ولكن فجأة بيظهر لهم بو وهو واقف على سطح بيت من البيوت وبيقولهم ان التنين المقاتل رجع من تاني فبتفرح تايجرس هي وباقي المحاربين لما بيعرفوا ان بو لسه عايش وبمجرد ما اللوردشين بيشوف بو بيتضيق جدا وبيأمر اتباعه انهم يهجموا بالمدافع فبينزل بو من على السطحة وبيتحرك بعشوائية علشان الزئاب ما يقدروش يصيبوه وبيقدر بو انه يوصل للسفينة اللي عليها المحاربين وبيهاجم الزئاب وبيقدر انه يحرر المحاربين من تاني وبيبدأوا كلهم يقتلوا الزئاب اللي بيهجموهم وكمان بيساعدوا بو وبيحاولوا يعطلوا السفن قبل ما تخرج من النهر وساعتها بينضم لهم المعلم اوكس هو والمعلم كروك وبيساعدوهم وبيقتلوا مجموعة من الزئاب وفجأة بيوصل المعلم شيفو وبيهزم عدد كبير جدا من الزئاب بكل سهولة وبراعة وبيقول المعلم شيفو البو انه هو اللي رحل المعلمين واقنعهم انهم ينضموا لهم في الكتال وبيأمر المعلم شيفو كل المحاربين انهم يستغلوا الجسر علشان يقدروا يمنعوا السفن من انها تخرج من النهر فبتدرب تايجرس واحد من المدافع وبتعكس توازن السفينة وبتسد بيها الجسر وبيقرب بو سفنتين من بعضه وبيستخدم كرين اجنحته وبيحرك السفنتين اللي بيسدوا الجسر بالكامل وبيمنعوا باقي السفن انها تخرج من النهر وبيتحدوا كل المحاربين وبيهجموا الزئاب وبيقضوا عليهم فبيتعصب اللورد شين جدا وبيطلب من زعيم الزئاب انه يفجر الجسر بكذيفة من المدفع ولكن زعيم الزئاب بيرفض لانه بكده هيقتل مجموعة كبيرة جدا من اتباعه فبيضربوا اللورد شين بستكينة وبيقتله وبيروح يولع فتيل المدفع اللي بتخرج منه كذيفة قوية جدا بتدمر الجسر وبتصيب كل المحاربين وبتخرج باقي السفن من النهر علشان يبدأوا في غزو الصين وما بيكونش فيه اي حد من المحاربين او معلمين الكونج فو قادر انه يتحرك علشان يتصدلهم وساعتها بيبدأ بو يستجمع قوته علشان يهاجم اللورد شين واللي بيبان عليه انه فرحان جدا لانه اخيرا هيحقق حلمه واللي بيؤمر اتباعه انهم يوجهوا المدافع نحية بو علشان يقتلوه وفعلا بتنطلق الكذيفة الاولى في اتجاه بو واللي بيحاول ينسى كل المشاعر السلبية علشان يقدر يوصل للسلام الداخلي وبيتخيل بو ان الكذيفة دي زي قطرة المية وفعلا بيقدر بو انه يمسكها وبيحركها بكل سلاسة وسهولة وبيعكس اتجاهها فبينبهروا كل المحاربين وكمان المعلم شيفه وده لان بو قدر انه يتكن اسلوب السلام الداخلي فبيتعصى باللورد شين وبيطلب من اتباعه انهم يهاجموه بكل المدافع ولكن بو بيقدر يعكس كل الدربات وبيغير اتجاهها وبيرميها في المية وكمان بيقدر انه يتفديها بكل سهولة وبيمسكها بايده وبيرميها على السفن وبيفضل بو يعكس اتجاه كل القذائف لحد ما بيدمر معظم القسطول فبيتعصى باللورد شين اكتر وبيضربه بالمدفع الكبير اللي بتخرج منه قذيفة قوية جدا ولكن بو بيقدر انه يتصدى ليها بالرغم من قوتها الكبيرة وبيلف بيها في الهوى وبيعكس اتجاهها وبيرميها تاني على المدفع الكبير اللي بينفجر وبيدمر كل السفن ولما بيفوق اللورد شين بيتصدم لما بيشوف القسطول بتاعه وكل المدافع اللي اتدمرت فبيحاول اللورد شين انه يهاجم بو اللي بيقدر انه يتفادى ضرباته وبينسحه انه يتغير ويبقى شخص كويس ويصلح من اخطائه ولكن اللورد شين ما بيقتنعش بكلامه وبيفضل يهاجمه لحد لما المدفع بيقع عليه وفي الوقت ده بتنفجر السفينة وبينط بو منها على اخر لحظة وساعتها بتساعده تايجرس وبتخرجه من المياه وبيفرحه كل الموجودين جدا ان بو لسه عايش وبيحضن بو المحاربين الخامسة وكمان المعلم شيفه واللي بيكون فرحان جدا لان بو اطقن اسلوب السلام الداخلي وبنروح بعدها المكان بعيد جدا على قمة جبل وهناك بنشوف قرية من دبابة البندة واللي بيروح واحد منهم لدب بندة عجوز وبيعرفوا ان ابنه لسه عايش ومن ناحية تانية بيرجع بو لوادي السلام وبيروح تاني للمطعم وبيحضن والده بينج اللي بيفرح جدا برجوعه لي واخيرا بيقدر انه ينقذ الصين من الخطر بعد ما فهم انه ممكن بدايته تكون حزينة ولكنه هو هيقدر يحدد مصيره في المستقبل فيلمنا النهاردة بيبدأ في عالم الارواح وهناك بنشوف المعلم اجوي وهو قاعد يتأمل وفجأة بيجي شخص غريب وبيرمي عليه سكاكين مربوطة بسلاسل ولكن المعلم اجوي بيقدر انه يتصدى ليها بكل سهولة وبراعة وساعتها بنشوف صاحب السكاكين وبنعرف ان اسمه كاي واللي بيهاجم المعلم اجوي تاني بالسكاكين بتاعته وبنعرف وقتها ان كاي والمعلم اجوي كانوا اصدقاء ولكن الصداقة دي انتهت لما المعلم اجوي نفى كاي لعالم الارواح وفي الوقت ده بيقول كاي للمعلم اجوي انه اخد طاقة لتشي بتاعت كل المعلمين اللي في عالم الارواح وانه ما فضلوش غير طاقة لتشي بتاعته هو كمان علشان يقدر يرجع لعالم الاحياء فبيهاجموا المعلم اجوي علشان يمنعه ولكن للأسف بيسحب كاي الحجارة بالسكاكين بتاعته بيصد الهجوم وبيقيد المعلم أجوي بالسلاسل وبيسحب منه طاقة لتشي بتاعته بيحوله الحجر صغير وبيبدأ يستخدم طاقة لتشي اللي بتعمل انفجار كبير علشان ترجعوا العالم الأحياء وبنروح بعدها البو هو والمحاربين الخمسة واللي بيكونوا موجودين داخل ساحة التدريب وهناك بيقول لهم المعلم شيفو ان ده آخر يوم ليه كمعلم ليهم وده لان بو هو اللي هيكون المعلم الجديد المسؤول عن تدريبهم فبيتصدم بو هو والمحاربين وبيقول للمعلم شيفو ان هو مش هيقدر يكون معلم فبيقوله المعلم شيفو ان هو التنين المقاتل وانه لازم يكون معلم كونجفو وبيسيبه وبيمشي فبينحنوا المحاربين الخمسة لبو لانه خلاص بقى هو المعلم الجديد بتاعهم وفعلا بيبدأ بو يدربهم على الكتال ولكنهم ما بيقدروش يتفادوا الحواجز اللي بتكون في كل مكان وده لان بو بيديهم تعليمات غلط وبعد تدريبات كتير جدا بيكونوا المحاربين مش قادرين يتحركوا من كتر الإصابات وبالليل بيروح بو عند تمثال المعلم اوجوي وهو حزين وده لانه مش قادر يكون معلم كونجفو وساعتها بيروح له المعلم شيفو وبيسأله عن اول يوم ليه كمعلم فبيقوله بو انه مش معلم وانه هيعتزل ومش هيدرب حد تاني لانه فاشل فبيقوله المعلم شيفو انه لو استمر في اللي هو بيعمله ومتعلمش حاجة جديدة مش هيتطور اكتر وانه كده هيفضل في نفس مستواه وبيعرفوا ان المعلم اوجوي اختاره انه يكون التنين المقاتل لانه وصق فيه وفي قدرته على تغيير العالم للأحسن وكمان علشان هو اللي هيقدر يتحكم في طاقة لتشي وبيبدأ المعلم شيفو يحرك ايديه اللي بتنوره وبتخرج طاقة لتشي وبتفتح الظهور فبينبهر بو جدا باللي المعلم شيفو عمله وبيسأله عن طاقة لتشي فبيقوله شيفو ان الطاقة دي موجودة في كل واحد فينا وانه علشان يقدر يوصل لها لازم يتدرب باستمراره وبثقة وفي مكان تاني بيظهر دوق اخضر قوي جدا وبيخرج منه كاي اللي بيكون قدر انه يرجع تاني العالم الاحياء وبيقابل كاي الارنب والوزة اللي بيبان عليهم انهم مرعوبين جدا منه وساعتها بيسألهم كاي عن تلاميذ المعلم اوجوي وبعدها بيرمي كاي الاحجار الصغيرة اللي بتتحول لمعلمين الكونجفو وبيؤمرهم انهم يروحوا يقبضوا على تلاميذ المعلم اوجوي وبنرجع تاني لبو اللي بيروح المطعم علشان يقابل والده بينج وهناك بيتفاجئ بو لما بيقابل دوب باندا اسمه لي واللي بيكون جاي علشان يدور على ابنه المفقود وساعتها بيفهموا كلهم ان لي بقى هو والد بو الحقيقي فبيفرح بو جدا وبيحضن والده لي فبيتصدم بينج من اللي حصله وبيكون متدايق جدا فبيحضنوا ليه هو كمان وبيشكروا لانه اهتم بابنه بو طول السنين اللي فاتت وبعدها بيروح بو وبياخد ليه لأسر الكونجفو وبيفضلوا هما الاتنين يلعبوا بكل الاسلحة والدروع الاستورية اللي موجودة هناك وبيتصدم المعلم شيفو هو والمحاربين لما بيشوفوا والد بو وبيكونوا مبسوطين لان بو اخيرا لقى والده الحقيقي وبيرحب المعلم شيفو بوالد بو في أسر الكونجفو وفجأة بيدرب الجرس اللي بيعرفهم ان الوادي بتاعهم بيتعرض للهجوم فبينطلق بو هو والمحاربين وبيقتلوا معلمين الكونجفو اللي بيكونوا عبارة عن خيالات لونها اخضر واللي بيكون كاي هو اللي بيتحكم فيهم من بعيد وساعتها بيبان على بو انه منبهر جدا بيهم وده لانهم ماتوا كلهم من زمان وفي الوقت ده بيوصل المعلم شيفو بيساعد بو هو والمحاربين في الكتال وبعد معركة طويلة بيقدر بو هو والمحاربين انهم يهزموا المعلمين ويثبتوهم في الارض وساعتها بيكلمهم كاي عن طريق المعلمين وبيعرفهم ان هو كاي صديقه المعلم او جوي وبيقول لبو انه هياخد منه طاقة لتشيب بتاعته هو والمحاربين وبيحول كاي المعلمين لاحجار صغيرة علشان يرجعوله من تاني وبيرجع بعدها المعلم شيفو هو والمحاربين للأصر وهناك بيفضلوا يدوروا في المخطوطات القديمة عن اي حاجة تفهمهم مين هو كاي وفعلا بيقدروا يلاقوا مخطوطة بتتكلم عنه وبيحكي المعلم او جوي في المخطوطة انه في الماضي كان قائد لجيش الصين وانه صديقه المقرب كاي كان بيساعده وبيقاتل معاه باستمرار وفي واحدة من المعارك بيتصاب او جوي اصابة خطيرة فبيشيلوا كاي وبيفضل يدور على اي حد يساعدهم وفعلا بيقدر كاي انه يوصل لقرية البندة السرية واللي كانوا بيستخدموا فيها طاقة لتشيب وبيعالجوا بيها المعلم او جوي وكمان بيعلموه ازاي يقدر يستخدم الطاقة دي ولكن وقتها بيكون كاي طمعون في كل الطاقة دي لنفسه وبيبدأ انه يهاجم الدببة وبيسحب منهم كل طاقتهم دي وساعتها بتبدأ معركة قوية جدا ما بينه هو والمعلم او جوي واللي بيقدر فيها المعلم او جوي انه يهزمه وينفيل عالم الارواح وبيكون المعلم او جوي كاتب ان لو كاي رجع تاني لعالم الاحياء محدش هيقدر يتصداله غير معلم كونجو فو بيقدر يتحكم في طاقة لتشيب فبيقول المعلم شيفو البو ان ده قدره لانه هو التنين المقاتل وبينصحه انه لازم يتدرب على التحكم في طاقة لتشيب وساعتها بيدخل عليهم لي والد بو وبيقوله انه هو هيقدر يعلمه ازاي يتحكم في الطاقة دي ولكنه لازم يرجع معاه للقرية اللي بيعيشوا فيها كل دببة البندا فبيرفض بينجي لانه بيكون خايف على بو فبيطمنه المعلم شيفو بيقوله ان بو لازم يروح لقرية البندا وده علشان يتعلم ازاي يتحكم في طاقة لتشيب ويقدر يتصدى الكاي وفعلا بيبدأ بو رحلته مع والده علشان يرجعوا لقرية البندا وفي الطريق بيتفاجئ بو بوجود بينجي في الشنطة وبيقول بينجي لبو انه هو عمل كده علشان يتطمن انه هو في امان وبعدها بيكملوا كلهم رحلتهم ومن ناحية تانية بنروح للمعلم شيفو اللي بيطلب من كرين ومانتس انهم يمشوا وراء الخيالات الخضرة اللي هجموهم وده علشان يعرفوا مكان كاي وبنروح بعدها البو اللي بيركب رافعة مع لي وبينج واللي بتسحبهم وبتطلعهم على قمة الجبل وهناك بيكون بو منباهر جدا من شكل كرية البندا وفجأة بيجروا كل دببة البندا وبيحضنوا بو وبيكونوا فرحانين جدا وبيبدأوا كلهم يتضحرجوا وبينزلوا من على الجبل وبيحتفلوا برجوعوا بيقدموا له اكل كتير وبتيجي واحدة من دببة البندا اسمها مي مي وبتفضل ترقص بالشرايط وبتخلي بو يرقص معاها فبيفرحوا كل اللي موجودين وبيضحكوا عليهم وبعدها بنرجع لكرين ومانتس اللي بيكونوا ماشيين وراء أصار الخيالات الخضرة وبيفضلوا هم اللي اتنين ماشيين لحد ما بيوصلوا لسفينة موجودة في الصحرة وهناك بيقرر مانتس انه يدخل جوه السفينة علشان يهاجم كاي ولكن كرين بيرفض انه يعمل كده وده لان المعلم شيفو قال لهم ان كل ما كاي هيسحب طاقة لتشي من مقاتل كونج فو بيكون اقوى من الاول ولكن مانتس بيتريق عليه وبيقوله انه هو جبان وبيسيبه وبيدخل للسفينة وفجأة بيختفي مانتس بمجرد ما بيدخل فبيروح كرين وراه علشان يساعده ولكن كاي بيبدأ يهاجمه هو كمان وبيضربه فبيدفع كرين عن نفسه وبيحاول يهرب ولكن كاي بيرمي عليه سكينة وبيسحبه بالسلسلة وبيبدأ يسحب طاقة لتشي بتاعته هو كمان وفي الوقت ده بيكون بو قاعد بيتدحرج مع دبابة البندا وبيقضي معاهم وقت سعيد وبيفرح بينجي جدا لما دبابة البندا الصغيرين بيطلبوا منه يطبخ لهم نودل وده لان طعمه عجبهم جدا وبعد يوم طويل من اللعب بيقعد بو مع لي وبيسأله عن الوقت اللي هيبدأ يتعلم فيه سر طاقة لتشي فبيرد عليه لي وبيقوله انه هيبدأ يعلمها له قريب جدا وبياخده لي وبيوريله اخر صورة لي مع والدته قبل ما اللورد شين يقتلها وبيحزن ليه جدا وبيعيط لانه بيكون مفتقدها جدا فبيحضنه بو وبيقوله ان هو عمره ما هيتخلى عنه وبنروح بعدها للمعلم شيفو وباقي المحاربين اللي بيعرفوا من الرسائل ان كل المعلمين الكونج فوق اللي موجودين في الصين اختفوا فجأة وساعتها بيفهم المعلم شيفو ان كاي هو السبب وانه اكيد سحب منهم طاقة لتشي بتاعتهم وبقى اقوى من الاول وفجأة بيوصل كرين هو ومانتس بعد ما تحولوا هم كمان لخيالات خضرة وبيكون كاي هو اللي بيتحكم فيهم من بعيد وبيقول لشيفو انه رجع تاني علشان يدمر كل اللي المعلم اجوي صنعه فبيهاجموا المعلم شيفو هو وباقي المحاربين وبيحاولوا انهم يهزموه ولكن كاي بيكون قوي جدا وبيقدر يتصدل كل ضرباتهم لحد ما بتضربوا تايجارست ضربة قوية جدا وبتوقعوا فبيهاجمها كرين وبيروح منتس وبيهاجم منكي اللي ما بيكونش عاوز يقزيه وبيحاول انه يسيطر عليه لانه صديقه وبيبدأ المعلم شيفو يواجه كاي وبيحاول يهزمو لكن كاي بيدربوا بالسككين وبيوقعوا وبيستغل الفرصة وبيسحب طاقة لتشي بتاعت مانكي وفايبر وساعتها بيطلب شيفو من تايجارست انها تروح لبو علشان تحذره وبيقول لها انه هو هيحاول يعطل كاي وبيستخدم كاي سككين وبيشيل بيها تمثال المعلم اجوي وبيلف بالتمثال في الهوى وبيضمر بيه الاصر وبيروح كاي للمعلم شيفو اللي بيعرفوا ان التنين المقاتل هيقدر يتصدالوا فبيقولوا كاي انه هيروح لقرية البندا وهيقتل كل اللي فيها وللأسف بيقدر كاي انه يسحب طاقة لتشي بتاعت المعلم شيفو واللي بتكون طاقة قوية جدا وساعتها بنشوف تايجارست اللي بتاخد المخطوطة وبتهرب علشان تروح تحذر بو واللي بيكون قاعد وسط أهله هو سعيد جدا بيهم ولما بيروح بو علشان يجرب انه يتحكم في طاقة لتشي بيتفاجئ بوجود تايجارست اللي بيبان عليها الإرهاق جدا وبتقولوا تايجارست ان كاي هاجم وادي السلام ودمر الاصر وهزم كل معلمين الكونج فو وبتعرفوا انه كمان في طريق القرية الدببة علشان يسحب طاقة لتشي بتاعته هو وكل سكان القرية فبيخافوا كل دببة البندا وبيبدأوا يتحركوا علشان يهربوا قبل ما كاي وصلهم وساعتها بيروح بو لولده لي وبيطلب منه يعلموا سر التحكم في طاقة لتشي وده علشان يقدر يدافع بيها عنهم هم هم اللي كانوا بيقدروا يتحكموا في طاقة لتشي وان ما فيش اي حد من سكان القرية ولا حتى هو بيقدر يتحكم فيها وبيعرفوا انه هو كذب عليه علشان يجيبوا القرية البندا ويحميه من كاي فبيتصدم بو من اللي والده قالهولو وبيتعصب جدا وبيقولوا انه هو التنين المقاتل وانه ماينفعش يهرب مهما حصل وبيفضل بوي يلومه لانه هو السبب ان كاي بقى بيتحكم في المعلم شيفو وهو وباقي المحاربين وبيسيبوا بو وبيمشي وهو حزين وبيروح بوي يقطع فروع الشجر والخشب وبيصنع منها تمثال على شكل كاي وبيفضل يضربوا ويهجموا علشان يدرب نفسه على مواجهة كاي وفي مكان تاني بنشوف كاي وهو بيتتبع اثار اقدام تايجاريس علشان يوصل لقرية البندا ومن ناحية تانية بيروح بينج اللي والد بو واللي بيظهر عليه انه حزين جدا فبيوسيه بينج وبيقوله اننا ممكن نغلط او نكذب علشان هدف نبيل ولكن الصح اننا ما نستمرش في اخطاءنا وبيعلق بينج صورة جديدة ليهم هم التلاتة وبيسيبوا وبيمشي وبنرجع تاني لبو اللي بيكون قاعد يتدرب على التمثال وفي الوقت ده بتروح لو تايجاريس وبتعرفوا ان استخدام القوة والفنون القتالية مش هيقدروا يهزموا كاي وده لانه اقوى منهم بكتير فبيتحدها بو وبيهجمها وبيمسكها بحركة اسبع ووشي وبيقولها ان هو هيوصل لكاي وهيستخدمها عليه علشان يرجعوا العالم الارواح فبتقوله تايجاريس ان كاي بيتحكم في جيش من معلمين الكونج فو وانه اكيد مش هيقدر يوصلوا بسهولة وبتعرفوا ان محدش هيقدر يهزموا غير معلم بيوت كونتاكت لتشي زي ما المعلم اجواي قال واسناء ما هم بيتكلموا بيجي ليه هو وبينجو معهم كل سكان القرية واللي بيعرفوا ان هم هنا علشان يساعدوه فبيحضنهم بو وبيفرح جدا لانهم ما تخلوش عنه وبيبدأ بو يدربهم على الرماية وعلى التضحرج وبيفضل بو يدرب سكان القرية على خطته وهي انهم يشتتوا معلمين الكونج فو على ما يقدر هو يستغل الفرصة ويقرب من كاي وساعتها هيستخدم عليه حركة اسبع ووشي علشان يرجعوا العالم الارواح من تاني ولما ليه بيشوف المخطوطة بيلحظوا وجود اجداده دي بابة البندا وهما بيتحكموا في طاقة لتشي وبيحاول ليه انه يعمل زيهم ولكن في اللحظة دي بيوصل كاي وبيبدأ يهاجم بو وبيقوله انه هو هيهزمه ويسحب منه طاقة لتشي بتاعته ولكن بو بيبدأ يستفزه وبيتريق عليه فبيرمي كاي الاحجار الصغيرة اللي بتتحول لمعلمين الكونج فو واللي بيكون منهم المعلم شيفو وباقي المحاربين وبيبدأ كاي يتحكم فيهم وبيخليهم يهاجموا بو اللي بيستدرجهم لوسط القرية وقبل ماكرين يهاجم بو بيلاقي اتنين من دي بابة البندا اللي بيطيروا وبيخبطوه وبيتضحرجوا باقي دي بابة البندا من على الجبل وبيهاجموا باقي المعلمين وبيمسكوا الدبابة باقي المحاربين وبيقدروا انهم يهزموهم وبتبدأ تايجر استواجه المعلم كروك وبيبدأوا دي بابة البندا الصغيرين يواجهوا باقي المعلمين بالالعاب النارية وده بيكون السبب اللي بيخلي كاي مش قادر انه يشوف من خلالهم وبيستخدم ليه هو و بينج الدرع اللي هم صنعوه وبيهاجموا بيه المعلم شيفو وبيستغل بو ان كاي مش شايفه وبينط من على الجبل وبيتضحرجوا وبيتحول لكرة الجاية وبيهاجم كاي وبيمسكوا بحركة إصبع ووشي ولكن للأسف مفيش أي حاجة بتحصل وبيفضل كاي يضحك على بو وبيقولوا ان حركة إصبع ووشي ما بتنفعش على حد راجع من علم الأرواح وبيسترجع كاي كل المعلمين وبيحولهم لحجارة وبينقض على بو وبيهاجموا ولكن بو بيقدر انه يتفادى كل ضرباته لحد ما بيدربوا كاي دربة قوية جدا وبيطيروا وبيدمر بيه مدخل القارية وبيروح كاي لبو وبيمسك حجر المعلم أجوي وبيتريق عليه وده لأن محدش هيقدر يوقفوا وبيلف كاي سكينة بتاعته حوالين كل اللي موجودين علشان يخوفهم وساعتها بيبص بو لتايجرس والكل دبابة البندة وبيقرر انه يضحي بحياته علشان ينقذهم وبينط بو وبيتعلق في كاي وبيستخدم حركة إصبعوشي على نفسه وفجأة بيخرج منهم دوق شديد وبيختفوا هما الاتنين ومش بيتبقى منهم غير مجموعة من أوراق الشجر اللي بتنور وبيتنقل بو هو وكاي لعالم الأرواح فبيتعصب كاي جدا لأنه رجع تاني للعالم ده وبيبدأ يهاجم بو باستخدام السلاسل بتاعته وبيسحبه على قمة جبل وبيضربه ضربة قوية جدا بتدمر بي الجبل وبيلف كاي السلاسل حوالين بو وبيبدأ يسحب منه طاقة لتشي بتاعته وفي عالم الأحياء بيلحظ ليه هو و بينج ان النور اللي بيطلع من أوراق الشجر بيبدأ يختفي وساعتها بيحس ليه هو و بينج ان بو محتاج للمساعدة وفعلا بيكون كاي على وشك ان هو يسحب طاقة لتشي بتاعت بو واللي بيبدأ يتحول لتمثال زي المعلم أجوي وفي اللحظة دي بيحرك ليه إيدي وبيحاول انه يقلد الصورة اللي شافها الأجداد وعلشان يستخدم طاقة لتشي وساعتها بينضمله بينج هو و تايجرس وكل سكان القرية وبيعملوا زيه وقبل ما بو يتحول لتمثال بالكامل بتبدأ إيد لي هو و بينج انها تنور وبتوصل طاقة لتشي بتاعتهم لبو واللي فجأة بتزيد قوته وبيقدر ان يحرر نفسه وبيفك السلاسل اللي هو مربوط بيها وفجأة بيتغير شكل بو اللي بيبدأ هو كمان يحرك إديه في الهوى وبيكون خطوط مضيئة وبيستحضر روح التنين المقاتل فبيتصدم كاي لما بيشوفه وبيبدأ يهجمه بالسلاسل بتاعته وبيرمي عليه السكاكين علشان يقتله ولكن بو بيقدر انه يمسكها وبيلف كاي في الهوى وبيضربه وبيدمر بي السخور وبيحرك بو إديه من تاني وبيخرج التنين وبيتحكم في طاقة اللي تشي بتاعته وبيوجهها ناحية كاي اللي بيبدأ يسحبها وما بيكونش قادر انه يسيطر عليها لانه بتكون طاقة كبيرة جدا واللي بتقدر انها تحرر كل المعلمين اللي كاي كان حبسهم وبتنقلهم لعالم الارواح وبترجعهم لطبيعتهم من تاني وفجأة بيخرج ضوء قوي جدا من كاي وبيدمره وبعدها بنشوف ليه اللي بيحزن هوى وبينجو وكل سكان القرية على بو وفي عالم الارواح بيقابل بو المعلم اوجوي اللي بيرجع هوى كمان لطبيعته وبيفرح بو جدا لما بيشوفه وبيقول المعلم اوجوي لبو انه كان واثق ان هوى هيكون التنين المقاتل من اول لحظة شافوا فيها وبيدي المعلم اوجوي عصاية الحكمة بتاعته لبو كهدية فبيشكروا بو وبيودعوا وبيستخدم العصاية وبيفتح بيها بوابة وبيرجع تاني لعالم الاحياء فبيفرح ليه هوى وبينجو وكل سكان القرية برجوع بو واللي بيحضنهم وبيشكرهم لانهم انقذوا وبيكون المعلم شيفه سعيد جدا لان بو قدر يتحكم في طاقة لتشي وبعدها بيرجعوا كلهم للقصر اللي بيكون تصلح ورجع زي مكان وبيبدأ بو يعلم الكونجفو لسكان الوادي وكمان سكان قرية دبابة البندة وبيخرجوا طاقة لتشي وبينشروا الطاقة في كل مكان وأخيرا بينجح بو في انه يكون معلم للكونجفو وبيقدر انه ينقذ اهله ويحمي قريته من الخطر فيلمنا النهاردة بيبدأ بمجموعة من العمال وهم شغالين في محجر غريب واللي بيتفاجأوا كلهم بالمقاتل تايلونج اللي بيجي وبيقولهم انه رجع علشان ياخد اللي يستحقه وبيبدأ تايلونج يدمر في المكان وبيحرقوا بالكامل وبيطلب من العمال يعرفوا كل اللي في الوادي انه رجع وبنروح بعدها للوزبينجو وكمان البندة لي واللي بنعرف انهم بقوا بيشتغلوا مع بعض في المطعم ومن ناحية تانية بنشوف بو وهو بيقاتل سمكة عملاقة واللي بتهاجم بو وبتدمر المرسة اللي هو واقف عليه وبالرغم من كده بيقدر بو انه يتير فوق في السماء وبينقض عليها وبيهاجمها وبعد معركة طويلة بيقدر بو انه يوقعها على المرسة وكمان بيخرج منها كل الاطفال اللي هي اكلتهم وبسبب اللي حصل ده بيفضلوا اهل القرية يحيوا بو على شجعته وبعد شوية بيرجع بو لوادي السلام اللي هو عايش فيه وهناك بيستقبلوا اهل الوادي وهم فرحنين جدا بيه وبيبدأ بو يوري لهم عصية الحكمة بتاعة المعلم اجوي وبيفهمهم ان العصايا دي عندها القدرة على فتح بوابة لعالم الارواح وبيظهروا كل اهل القرية وهم فرحنين ببو وكمان بيحتفلوا بيه ووقتها بيجوا تلت اطفال وبيسألوا بو عن المحاربين الخامسة فبيقولهم بو ان كل واحد منهم في مهمة خارج وادي السلام وفي الوقت ده بيجي المعلم شيفو وبيكون متعصب جدا من اللي بو بيعمله وبيطلب منه انه يجي وراه وفعلا بيروح بو مع المعلم شيفو لحد ما بيوصلوا لسلم القصر وهناك بيقول المعلم شيفو البو انه خلاص جي الوقت علشان يختار خليفة ليه ووقتها بيبنى على بو انه مش فاهم حاجة وبيطلب من المعلم شيفو انه يفاهمه اكتر فبيبدأ المعلم شيفو يشرح له انه لازم يختار تنين مقاتل جديد وانه بمجرد ما هيختاره هيكون هو الزعيم الروحي لوادي السلام وبيكمل المعلم شيفو كلامه البو وبيقوله ان محدش وصل للمنصب ده غير المعلم اجوي ولكن وقتها بيظهر على بو انه مش عاوز ده وانه حابب يفضل هو التنين المقاتل علشان يحارب الاشرار ويهزمهم فبيقوله المعلم شيفو ان معنى ان المعلم اجوي اداله عصاية الحكمة بتاعته يبقى هو اختاره علشان يكون خليفة ليه فبيقول بو للمعلم شيفو انه ما بيعرفش يعمل اي حاجة تانية غير الكتال فبيفكروا المعلم شيفو ان مهمته هي نشر السلام في الوادي وان الكتال مش هو افضل طريقة لنشر السلام وبيعرفوا انهم هيقابلوا المرشحين لمنصب التنين المقاتل بكرة الصبح وبيسيبوا وبيمشي وفي تاني يوم بتبدأ الحفلة اللي هيتم فيها اختيار التنين المقاتل الجديد وبنشوف المرشحين وهم بيستعرضوا مهاراتهم ولما بيجي وقت اختيار بو للتنين المقاتل الجديد بيتوتر بو جدا وما بيكونش عارف يعمل ايه وساعتها بيشاور بو على نفسه وبيقول انه هو هيبقى التنين المقاتل الجديد فبيفرحوا كل اللي موجودين وبيحيوه معادة المعلم شيفو واللي بيكون متضايق جدا من اللي بو عمله ده وبعدها بيروح هو وبو لشجرة الخوخ اللي كان المعلم اجوي بيحب يقعد عندها وبيقول المعلم شيفو لبو انه لازم يختار خليفة ليه فبيعتذر له بو وبيقوله انه مش مستعد يكون اصدعيم الروحي فبيقوله المعلم شيفو ان نواة الخوخ اللي في ايده هيجي عليها يوم وتكون شجرة كبيرة وده لو اتحطت في المكان المناسب وبيسيبوا المعلم شيفو وبيمشي فبيقعد بو جنب الشجرة وبيحاول يفكر في كلام المعلم شيفو ولكنه للأسف ما بيقدرش يركزه وبتفضل أفكاره تشتته وفي الوقت ده بيتفاجئ بو لما بيشوف شخص غريب وهو بيتسلل للأصر فبيدخل بو جوه الأصر وبيفضل يدور عليه ولكن وقتها بيظهر ان الشخص ده موهوب جدا في التخفي وكمان بيفضل يسرق كل حاجة قدامه من غير ما بو يحس به ولكن فجأة بو بياخد باله منه وبيشوفو هو بيسرق الأسلحة الأسطورية اللي موجودة في القصر وساعتها بيرمي الشخص ده خنجر على بو ولكن لحسن الحظ بيقدر بو يعكس اتجاهه وبيثبته في الأرض وبيبدأ بو يهاجم الشخص ده وبالدور ما بينهم معركة كبيرة لحد ما بيتكشف الكنع وبنكتشف انها تعلابة صغيرة واللي بتفضل ترمي الأسلحة الأسطورية على بو ولكن بو بيقدر ان يمسكها قبل ما تقع على الأرض وتتكسر وساعتها بيتعصب بو جدا وبيبدأ يهاجم التعلابة بكل مهارة ولكن التعلابة بتقدر انها تخدعه وبتضربه وبتاخد منه عصاية الحكمة فبيتضيق بو وبيستخدم السلسلة اللي معاه وبيبدأ يهاجمها لحد ما بيقدر يسبتها في مكانها قبل ما تهرب وبيروح لها بو وبياخد منها عصاية الحكمة وبيحبسها في قفص وبيقول لها انه حكم عليها بالسجن لمدة سنتين وبالرغم من كده بتفضل التعلابة تتريق عليه وفجأة بيوصلوا عمال المحجر وبيعرفوا بو ان تايلونج رجع من تاني وبيقولوله انه سرق كل الحديد بتاعهم ودمر المحجر فبيتصدم بو لما بيعرف الكلام ده وبيقولهم ان المفروض تايلونج محبوس في عالم الأرواح وقبل ما التعلابة تمشي بتقول لبو ان كل خطوة بتسيب أثر أصغر من الخطوة اللي قبلها فبيستغرب بو من كلامها ولكنه ما بيهتمش وبعد شوية بيروح بو للمحجر اللي بيكون متدمر بالكامل وهناك بيستغرب جدا لما بيشوف أثار قدم تايلونج على الأرض واللي بتكون كل خطوة أصغر من الخطوة اللي قبلها فبيفتكر بو كلام التعلابة وبيقرر ان يروح لها السجن وفعلا بيروح بو للسجن وبيعرف ان التعلابة دي اسمها جين وبيبدأ بو يتكلم مع جين وبيسألها اذا كانت تعرف حاجة عن تايلونج فبتقوله جين ان تايلونج مرجعش من عالم الأرواح وان اكيد الساحرة اللي اسمها كاميليون هي اللي تنكرت على شكله علشان تخوفه وبتبدأ جين تفهم بو ان الساحرة كاميليون دي هي حربية شريرة جدا وانها بتقدر تغير شكلها على شكل اي كائن هي عوزاه فبيستغرب بو اكتر وبيسأل نفسه عن السبب اللي يخلي كاميليون تيجي الوادي السلام على شكل تايلونج فبتقوله جين ان كاميليون ساحرة شريرة جدا وانه هو لازم يدور عليها ويهزمها وبتعرض عليه انها ممكن تساعده وتوصله لمكانها وده مقابل انه يحررها من السجن وبيظهر في الاول ان بو رفض الفكرة ولكن جين بتحاول تقنعه وبتقوله ان كاميليون بتقدر تتنكر على شكل اي كائن وانه مستحيل يعرفها لوحده وساعتها بيقرر بو انه يحررها علشان تساعده ولكن فجأة بيجي المعلم شيفو وبيسأل بو عن سبب وجوده هنا فبيبدأ بو يحكي للمعلم شيفو حكاية الساحرة كاميليون وبيقوله انه هو واثق انها بتخطط لحاجة شريرة وانه هو لازم يكشف خطتها قبل ما تضرهم باي حاجة فبيتدايق المعلم شيفو وبيفكر بو ان المهام الخارجية دي من اختصاص المحاربين الخامسة وبيعرفوا انه لازم يفضل هنا ويدور على خليفة ليه ولكن بو ما بيسمعش كلامه وبيكون مصر انه يروح يقاتل الساحرة كاميليون وبنشوف جين بعدها وهي فرحانة لان بو قرر يحررها من السجن وده علشان ياخدها معاه في مهمة البحث عن كاميليون ووقتها بيظهر على المعلم شيفو انه متعصب جدا من اللي بيحصل وبالرغم من كده بينطلق بو هو وجين في رحلة البحث عن كاميليون وفي الطريق بتاخد جين عصاية الحكمة من بو وبتسأله اذا كانت العصاية دي فعلا عندها القدرة على فتح بوابة العلم الارواح فبياخد بو منها العصاية وبيأكد لها الكلام ده وفي مكان تاني بعيد بنشوف مجموعة من المجرمين وهما متعصبين جدا وده لان كاميليون فرضت الدرايب على المدينة بتاعتهم اللي اسمها جيونيبار وبيكونوا كلهم مستغربين من انها استدعتهم للأصر بتاعها ولسه ما حضرتش الاجتماع لحد دلوقتي وبنعرف وقتها ان كل واحد من المجرمين دول زعيم عصابة كبير في مدينة جيونيبار وفي الوقت ده بيقترح الدب على باقي الزعماء انهم يقتلوا كاميليون وده لانها بتاخد درايب كتير وكمان لان اتباعها بقوا مسيطرين على كل جزء في المدينة ولكن ساعتها بيرد عليه تمساح وبيقولوا ان هم مش هيقدروا يعملوا كده وده لان كاميليون ممكن تكون موجودة معاهم هنا وانها كمان ممكن تكون واحدة منهم وفعلا بيقف التمساح وبيغير شكله وبيتحول لكاميليون فبيترعبوا كل الزعماء وبيخافوا منها وبيعتذروا لها ولكن كاميليون بترفض اعتذارهم وبتقولهم انها هتزود الدرايب عليهم بسبب كلامهم فبيتضيق الدب جدا وبيرفض ان يدفع درايب اكتر فبتتعصب كاميليون وبتغير شكلها وبتتحول لفيه العملاق وبتبدأ تقرب من الدب وبتهدده وبتعرفوا انها مش هتقتله المرة دي ولكنها بتخبطه وبتوقعه من على السلم وبالليل بنشوف بينجو هو بيتسلل وبيخرج من المطعم واللي بيتخض جدا لما بيقابل ليه قدام المطعم وساعتها كل واحد فيهم بيعترف للتاني انه قلقان على بو وبيقرروا هما الاتنين انهم يروحوا وراه علشان يكونوا معاه ويساعدوه ومن ناحية تانية بنشوف بو اللي بينبهر جدا لما بيشوف مدينة جيونيبر من بعيد وفي الوقت ده بتعرفوا جين ان كاميليون مسيطرة على المدينة دي بالكامل وبتقولوا انهم لازم يسرقوا مركب من اللي موجودة على المرسى علشان يوصلوا لهناك ولكن بو بيرفض فكرة السرقة وبيقرر انه يدخل لمطعم الارانب ويدور على صاحب المركب علشان يوصلهم وفعلا بيدخلوا هما الاتنين للمطعم وهناك بيتفاجئوا بعدد كبير من المجرمين والاشرار وساعتها بتروح جين لمجموعة من المجرمين وبتقولهم انها مبتدئة في لعبة الدومينو وانها عاوزة تلعب معاهم اما بو فبيروح لصاحب المركب وبيطلب منه يوصلهم للمدينة فبيوافق صاحب المركب ولكن بشرط ان هو ياخد ضعف الفلوس ومن الناحية التانية بنشوف جين اللي بتكون كسبة فلوس كتير من اللعب وبتشتري اكل كتير وبتطلب من بو انه ينضم لها وياكل معاها وبالغلط بيخبطها بو وبيوقع منها كل كتعة الدومينو اللي غشت بها في اللعب واللي بمجرد ما المجرمين بيشوفوها بيفهموا انها خداعتهم وبيبدأوا المجرمين يحصروا بو وجين فبيحاول بو انه يعتذر لهم عن اللي حصل ولكن المجرمين بيتعصبوا جدا وبينقضوا عليهم وبيهجموهم وساعتها بتبدأ جين تدافع عن نفسها وبتتفدى كل هجماتهم وكمان بيبدأ بو يستخدم مهاراته وبيدفع عن نفسه وبيهزمهم واحد وراء التاني وفي الوقت ده بنلاحظ ان المطعم موجود على حفة الجبل وبيكون على وشك انه يقع من عليه وبنرجع تاني الجين اللي بتكون موهوبة في الكتال وبتستخدم مهاراتها واسالبها المميزة وبتبدأ تسرق من المجرمين كل الفلوس اللي معاهم ولكن بو بيمنعها وبيرجع لهم فلوسهم من تاني وبيستخدم عصاية الحكمة وبيكون منها تنين اسطوري وبيهجم بيكل المجرمين وفجأة بيظهر واحد من المجرمين وبيهجم على بو وجين وبيوقعهم برا المطعم والحسن الحظ بيتعلق بو هو وجين في خشبة ولكن للأسف بتتكسر الخشبة وبيقعوا هما الاتنين في المركب وساعتها بيبدأ صاحب المركب رحلته لمدينة جيونيبار وبتظهر جين وهي فرحانة جدا لانها رجع لمدينتها وبتبدأ تحكي لبو عن حياتها وبتعرفه انها كانت يتيمة وبتحكي له ان وهي صغيرة كانت بتسرق الاكل علشان تقدر تعيش لحد ما في يوم واحد من سكان المدينة اتبناها ورباها فبيتعاطف بو معاها وبيديها بسكوتة وبيعرفها ان هو كمان كان يتيم لحد ما والده لقاه وبيبدأ بو يحكي لها عن حياته وبيقول لها انه مش عاوز يكون الزعيم الروحي وانه حابب يفضل التنين المقاتل فبتتفق جين مع كلامه وبتقوله انه لازم يكون حابب الحاجة اللي هو هيعملها ايا كانت هي ايه ومن الناحية التانية بنشوف كاميليون اللي بتفضل تتفرج على العمال وهما بيصنعوا حاجة غريبة من المعدن وفي الوقت ده بيجوا زعماء العصابات ومعاهم دهب كتير ولكن كاميليون بتطلب منهم يروحوا يجيبوا لها دهب اكتر وبتتحول كاميليون لشكل مرعب وبتقول انها هتضمر وادي السلام وكمان هتسيطر على العالم كله وبنروح بعدها البو و جين بعد ما بيوصلوا بالمركب لمدينة جيونيبر واللي بيباني انها مدينة كبيرة جدا وبيباني على بو انه منبهر من جمال المدينة وكمان بيكون مستغرب جدا من كم الناس اللي عايشين فيها وما بيكونش عارف يمشي من كتر الزحمة وده على عكس جين اللي بتكون سعيدة جدا لانها رجعت تاني للمدينة واللي بتفهم بو ان المدينة دي زمان كانت اجمل من كده وده قبل ما كاميليون تفرض ضرائب كتير جدا على كل السكان وفي الوقت ده بيتفاجئ بو لما بيشوف سكان المدينة وهم خايفين من اتباع كاميليون وبيتدهم كل الفلوس اللي معاهم فبيتعصب بو من اللي هو شايفه وبيقول جين انهم لازم يهزموا كاميليون وده علشان يخلصوا سكان المدينة من شرها وبيفهم بو ان كاميليون اكيد موجودة في القصر اللي على قمة الجبل واثناء الطريق بيتصدم بو لما بيعرف ان جين مطلوبة للعدالة وكمان بيشوف صورها اللي بتكون متعلقة في كل مكان وساعتها بتهدي جين وبتقولوا ان الشرطة ما بتدورش عليها دلوقتي ولكن فجأة بيجوا اتنين من الشرطة وبيقبضوا عليها فبيدافع بو عن جين وبيطلب منهم يسيبوها لانه محتاج مساعدتها وبيبدأ بو يعرفهم بنفسه وبيقولهم انه هو التنين المقاتل ولكن المفاجأ ان الشرطة ما بتكونش عارفة مين هو التنين المقاتل ده وبيقبضوا علي بو هو كمان وبيحبسوه هو وجين في القفص وبعد شوية بتقدر جين انها تفتح القفص وبتهرب منه هي وبو وبينطوا من على الجسر وبيجروا بسرعة ولكن للأسف بيوصلهم دعم الشرطة وبيجروا وراهم وبيطردوهم وهما بيدمروا اي حاجة في طريقهم فبيجري بو هو وجين بسرعة علشان يهربوا منهم وبينزلوا في أنبوب المجاري اللي بيرميهم على العربية اللي بتاخدهم وبتجري بسرعة وبعدها بيقعوا هما الاتنين على واحد من البيوت وبالرغم من كده بتقدر الشرطة انها توصل لهم فبيجري بو هو وجين من تاني وبيفضلوا يتنقلوا من مكان لمكان على امل انهم يهربوا من الشرطة وبعد مطاردة طويلة بيدخلوا الشارع جانبي وهناك بيكتشفوا ان الشرطة جاية عليهم من كل الاتجاهات وساعتها بتبدأ جين تدق على الطبول لحد لما واحدة منهم بتتفتح فبيدخلوا هما الاتنين جواها وبمجرد ما الشرطة بتوصل ما بتلاقيش حد في المكان ومن الناحية التانية بيفضلوا بو وجين ماشيين جوا النفق لحد ما بيوصلوا المدينة تحت الارض وهناك بتبدأ جين تفهم بو ان معظم المجرمين عايشين هنا وان المكان ده يعتبر بيتها وفي الوقت ده بيجي شخص اسمه هان وبيخلي اتباعه يحصروها هي وبو باستخدام اسلحتهم وبيظهر ان هان متضايق جدا من جين وده لانها خداعتهم وتخلت عنهم وعلشان كده بيطلب هان من اتباعه انهم يهاجموهم ولكن وقتها ما بتكونش جين خايفة منهم وبتقولهم ان التنين المقاتل موجود معاها وانه هيقدر يحميها منهم وفعلا بيبدأ بو يستعد للكتال ولكنه فجأة بيفتكر كلام المعلم شيفه واللي كان بيقوله ان الكتال مش افضل طريقة لنشر السلام فبيتراجع بو وبيهدي كل اللي موجودين وبيقولهم ان العنف مش هو اللي هيحل المشكلة وان الافضل انهم ينسوا اللي حصل فبيفهموا المجرمين انهم بدل ما يضربوا جين حاجة بسيطة دلوقتي ممكن يستنوا كام يوم ويدربوها كتير فبيستغرب بو جدا من اللي هم فهموه وبيحاول يوضح لهم الموضوع اكتر ولكنهم ما بيهتموش بكلامه وبيسيبوه وبيمشو وبعد شوية بيروح بو لهان وبيعرفوا بنفسه وبيقولوا انه اكيد سامع عن التنين المقاتل ولكن هان ما بيكونش عارف هو بيتكلم عن ايه وبيقولوا انه هو ما يعرفش فوق دي السلام غير المعلم شيفه ووقتها بتفضل جين تترجى هان انه يسمح لهم يستخبوا هنا علشان الشرطة بتدور عليهم في كل مكان فبيوافق هان بشرط انهم يفضلوا هنا اليوم واحد بس وفي تاني يوم بنشوف بينج وليه بعد ما وصلوا المطعم الارانب وهناك بيستغربوا جدا لما بيلحظوا ان كل اللي في المطعم مضربين وبالرغم من كده بيدخل بينج للمطعم وبيسأل اللي موجودين اذا كان حد منهم شاف بو وبيعرفهم ان بو ده يبقى ابنه فبيتعصبوا كل المجرمين وبيمسكوا بينج بسرعة وبيقولوا لنهم مش هيصبوه الا لما يدفع تمن كل اللي ابنه دمره ولما ليه بيشوف اللي حصل من بعيد بيدخل المطعم وبينكز بينج على اخر لحظة وبيبدأ ليه يخوف كل اللي موجودين وبيهددهم وبيعرفهم ان هو المعلم اللي دربوه على كل الفنون الكتالية وكمان بيفضل يستعرض مهاراته قدامهم وده بيخلي المطعم يتحرك من مكانه فبيتحركوا كل المجرمين وبيروحوا للجانب التاني علشان المطعم ما يقعش من على الجبل وبيستغل ليه الفرصة وبيمشي وراهم وبيسألهم عن مكان بو فبيعرفوا المجرمين ان هو راح لمدينة جيونيبر وبمجرد ما بينج وليه والقرنب بيخرجوا بيقع المطعم في المية وبيزهروا المجرمين وهم متعصبين جدا من اللي حصل وبنرجع تاني البو اللي بيشرح لجين ازاي هو قدر يستخدم قوة عصاية الحكمة وساعتها بتتكلم جين مع بو وبتقوله ان هو شخص مميز وصالح وان هي ما قابلتش حد طيب زيه قبل كده وفي الوقت ده بيجي هون وبيقولهم ان الشوارع آمنة وانهم دلوقتي يقدروا يمشوا من المكان وفعلا بيمشي بو وجين وبيقربوا من القصر من غير ما الحراس تحس بيهم وهناك بيروح بو وبيشكر جين لانها وصلته لحد هنا وكمان بيديها نواة الخوخ وبيفاهمها انها من شجرة الحكمة وان النواة دي في يوم من الايام هتكون شجرة كبيرة فبتتأثر جين جدا وبتاخد النواة منه وبعدها بيدخلوا هما الاتنين للنفق اللي بيوصلهم للأصر وبنروح وقتها البنجو لي واللي بيكونوا وصلوا لمدينة جيونيبر وهناك بيكونوا منبهرين بشكل المدينة وبيبدأوا انهم يوروا صورة بو لسكان المدينة وبيسألهم اذا كان حد منهم شافوا ولكن للأسف ما بيكونش في حد منهم شافوا قبل كده وبالصدفة بيشوف لي فرو بو وهو واقع على الارض فبيفضل لي يتتبع اصار الفرو ده ومن الناحية التانية بنشوف بو وجين اللي بيفضلوا ماشيين لحد ما بيلقوا نفسهم واستعدت كبير جدا من الحراس ولكن لحسن الحظ بيكونوا كل الحراس نايمين فبيتسللوا هما الاتنين من غير محد يحس بيهم ولكن للأسف بو بيخرق صوت بيصحي كل الحراس واللي بيبدأوا يجروا وراهم وبيطردوهم فبيقفل بو الباب على اخر لحظة ولكن فجأة بتشتغل الافخاخ وبتقرب منهم فبيتحدوا بو وجين وبيتحركوا بمهارة شديدة وفعلا بيقدروا انهم يعدوا من الافخاخ دي واحد ورد تاني ولكن بعدها بيقع بو في قوضة كبيرة وبينزل عليه قفص وبيحبسه وساعتها بيحاول بو ان هو يدمر القفص ولكنه للأسف ما بيقدرش فبتيجي جين وبتحاول تحرره ولكنها هي كمان ما بتقدرش وساعتها بو بيدي عصاية الحكمة لجين وبيطلب منها تستخدمها علشان ترفع القفص من عليه ولكنها بتاخد العصاية وبتبعد عنه فبيتصدم بو من اللي حصل وما بيكونش فاهم هي عملت كده ليه وفجأة بتظهر كاميليون وبتاخد عصاية الحكمة من جين وساعتها بنكتشف ان جين واحدة من اتباعها وبتبدأ كاميليون تتكلم مع بو وبتقوله انها هي اللي علمت جين كل حاجة فبيتصدم بو وبيفهم ان كاميليون هي اللي تبنت جين لما كانت صغيرة وبنرجع وقتها للماضي وبنشوف كاميليون وهي ماشية بالموكب بتاعها وبيظهروا سكان المدينة وهما بينحنوا ليها معادة جين اللي بتستغل الفرصة علشان تسرق بالورة من العرش بتاعها ولكن كاميليون مسكتها واعجبت بشجعتها وديتها البالورة دي وقررت تتبنيها وبنرجع تاني لوقتنا الحاضر وبنشوف بو وهو متضايق جدا وده لان جين استدرجته لحد هنا علشان تسرق منه عصاية الحكمة وفي الوقت ده بو بيسأل كاميليون عن السبب اللي مخليها محتاجة عصاية الحكمة بتاعته فبتحكي له كاميليون انها لما كانت صغيرة كل اللي حواليها كانوا بيترياء عليها وانها وقتها ادركت انها محتاجة تكون قوية علشان الكل يحترمها ولما حاولت تتعلم الكونج فوق المعلمين رفضوا يدربوها وقالوا لها ان حجمها صغير وانها مستحيل تكون موهوبة وبتبدأ كاميليون تغير شكلها على اشكال مختلفة وبتقول لبو انها لجأت للسحر وطورت من نفسها لحد ما بقت ساحرة عظيمة وبتغير كاميليون شكلها على شكل تايلونج وبتخوف بو وبترجع تاني لشكلها الطبيعي وبتفهموا انها هتستخدم عصاية الحكمة علشان تفتح بيها بوابة العلم الارواح وانها كمان هتستدعي تايلونج وهتسحب منه مهاراته الكتلية هو وكل المعلمين والاشرار وده علشان محدش يقدر يتصدلها فبيتعصب بو جدا وبيحاول ان يدمر الافص ولكنه للأسف ما بيقدرش وساعتها بتفهموا كاميليون ان الافص ده محمي بتعويزة مستحيل حد يقدر يدمرها فبتيجي فكرة البو وبيبدأ يضرب في الارض الحد ما بيدمرها وبيقع بو في مكان غريب وبيبدأوا الحراس يهجموه ولكن بو بيقدر يتصدلهم وبيضربهم واحد ورد تاني وبيجري بسرعة وبيخرج من المكان وبيقفل الباب على اخر لحظة وفي الوقت ده بيجوا اتنين من الحراس وبينقضوا عليه فبيجري بو على الباب بسرعة وبيلف في الهوى وبيهاجم الحراس واللي بيخبطوا في بعضه وبيقعوا من على الجسر وفجأة بتيجي جين ومعها عصاية الحكمة وبتعتذر لبو عن اللي حصل وبمجرد ما بو بيقرب منها بتيجي جين الحقيقية وساعتها بيكتشف بو ان كاميليون نسخت كدراته وفجأة بتظهر كاميليون على حقيقتها وبتضرب بو وبتوقعه من على الجسر وفي الوقت ده بتظهر جين وهي متضايقة من اللي حصل فبتفكرها كاميليون بالقعدة الاولى للشارع وهي انها ما تسكش في اي حد وبتطلب منها تيجي وراها علشان يفتحوا بوابة علم الارواح وفي الناحية التانية بنشوف بو وهو متعلق في جزع شجرة وبيكون على وشك انه يقع من على الجبل والسوق الحظ بيشوفه واحد من الحراس وبينقض عليه وبيهاجمه وده بيخلي الجزع يتحرك من مكانه وبيكون بو خلاص هيقع من على الجبل ولكن فجأة بيوصل بينجو بيهاجم الحارس وبيوقعه من على الجبل وساعتها بيوصل ليه وبينقذهم على اخر لحظة وبيطلعوا كلهم تاني على الجسر وهناك بيشكرهم بو لانهم انقذوا حياته وبيحزن بو جدا لانه ماسمعش كلام المعلم شيفه وبيقول انه هو لو كان فضل في الوادي ما كانش كل ده حصل وبيكون بو ندمان جدا لانه وصق في جين فبيوسي بينجو بيقوله انه اي حد ممكن يخطئ لكن المهم انه يتعلم من اخطائه واسناء ما هم بيتكلموا بيتفاجئوا لما بيشوفوا الحراس وهم شايلين عدد كبير جدا من الاقفاص وطلعين على سلم الاصر وفي الوقت ده بنشوف كاميليان اللي بتلاحظ ان الجين حزينة وبتقول كاميليان لجين انها هي وبو عمرهم ما هيكونوا اصدقاء وكمان بتفهمها انها لازم تستغل كل اللي حواليها علشان تقدر توصل للي هي عوزاه فبتستغرب جين من كلام كاميليان وبتسألها اذا كانت بتستغلها هي كمان علشان مصلحتها فبتقول لها كاميليان انها تبنتها لانها كانت زكية وجشعة وعديمة الرحمة زيها وبتفهمها ان بمجرد ما هي هتفقد الصفات دي هي مش هتبقى محتاجة لها وهتتخلص منها وبعدها بتبدأ كاميليان تستخدم عصاية الحكمة وبتخرج منها دق شديد جدا وبتفتح بوابة لعالم الارواح وبتروح كاميليان تستدعي تايلونج واللي بمجرد ما بيخرج من البوابة بيستغرب لما بيشوف عصاية الحكمة موجودة مع كاميليان وبيقول لها ان بو ممكن يكون شخص غبي ولكن عمره ما هيكون خين وهيسلم عصاية الحكمة لحد زيها وفجأة بتتحرك جدران الاصر وبيظهر عدد كبير جدا من الاقفاص فبيستغرب تايلونج اكتر من اللي هو شايفه وبيسأل كاميليان عن السبب اللي خليها تستدعي فبتفهمه كاميليان انها استدعيته علشان يعلمها افضل واقوى حركات الكونج فو فبيرفض تايلونج انه يعلمها اي حاجة وقبل ما يمشي بتخفي كاميليان البوابة وبتخلي اتباعها ينقض عليه فبيبدأ تايلونج يصد هجمتهم وبيضربهم واحد ورد تاني باستخدام مهاراته في الكونج فو وما بيكونش في حد من الحراس قادر انه هو يلمسه ولما بيجي الدور على اخر واحد بيتحول فجأة الكاميليان واللي بتستخدم قدراتها السحرية وبتسحب مهارات تايلونج بالكامل فبيقع تايلونج على الارض وبمجرد ما بيقوم بيتفاجئ ان كاميليان اتحولت لشكله وبتدربه بمهاراته القوية اللي سحبتها منه وبترميه في القفص وبترجع كاميليان تاني لشكلها الطبيعي وبتعرف تايلونج انها سحبت كل قوته وان دي مجرد البداية مش اكتر وبتفتح كاميليان البوابة تاني وبتستدعي الجنرال كاي وفي الوقت ده بتكون جين مصدومة من اللي هي عملته ولما بتيجي تشوف نواة الخوخ بتفتكر كلام بو وبتهرب من المكان وهي حزينة ومن ناحية تانية بيحاول بينج هو اولي انهم يوقفوا بو علشان مايروحش يقتل كاميليان ولكن بو بيرفض الاستسلام وبيقولهم انه مش هيسمح انه اي حد يتقذي بسببه وبيسيبهم وبيمشي واثناء هروب جين من المكان بتقابل بو وبتفرح جدا لانه لسه عايش وبتعتذر له لانها خانته وبتوعده انها مش هتساعد كاميليان تاني ولكن بو ما بيصدقهاش وبيكمل طريقه وساعتها بتفضل جين تترجاه انه ما يعملش كده وبتبدأ تهاجمه وبتقوله انها بتعمل كده علشان تحميه من كاميليان فبيقولها بو انه وثق فيها وان هي اللي غدرت بيه وانه مش هيفرق بالنسبة لها لو هو اتقذب سببها وبيسيبها وبيمشي فبتجري جين وراه وبتحضنه وبتعيط وبتفضل جين تترجاه انه يسيبها تعمل حاجة صح المرة واحدة في حياتها فبيتأثر بو بكلام جين وبيوسيها وبيفهمها انه لازم يوقف كاميليان مهما حصل وبيطلب منها هي وبينجو ولي انهم يبعدوا عن المكان وبيسيبهم وبينطلق وفي الوقت ده بتيجي الجين فكرة وبتروح هي وبينجو ولي لمخبأ مجرمين المدينة وهناك بتبدأ جين تفهمهم ان بو في مشكلة كبيرة وانهم لازم يساعدوا علشان يستعيدوا مدينتهم من كاميليان وانهم لو عملوا كده مش هيدفعوا درائب كتير تاني فبيفرحوا كل اللي موجودين وبيفهموا انهم لو هزموا كاميليان هيقدروا يسرقوا من المدينة اي حاجة هم عوزينها وبيقرروا فعلا انهم يساعدوا بو وبنروح بعدها الكاميليان اللي بتستدعي اللورد شين وبتسحب قوته وكمان بتفضل تسحب قوة كل واحد بتستدعيه وبتحبسهم في الاقفاص وفي الوقت ده بيتسلل بو للمكان من غير ما حد يحس بيه ولما بيجي يقرب من الاقفاص بيتفاجئ لما بيشوف الجنرال كاي وكمان اللورد شين وهم محبوسين وبيبدأوا الاشرار كلهم يلوموا بو لانه لو كان حافز على عصاية الحكمة ما كانتش كاميليان هتقدر تسحب قوتهم وساعتها بيظهر تايلونج البو وبيقوله ان المعلم اوجوي غلت لما اختاره انه يكون التنين المقاتل فبيعتذر له بو وبيوعده انه هيرجع له قوته ومهاراته وهيوصله لعالم الارواح من تاني ولكن تايلونج ما بيكونش مسدقه وبنروح بعدها للحراس اللي بيتفاجئه لما بيشوفه ليه جاي عليهم وبتبدأ معراكة كبيرة بين الحراس ومجرمين المدينة وفي الوقت ده بيروح بو لكاميليان وبيطلب منها تديله عصاية الحكمة بتاعته فبتقفل كاميليان البوابة وبتديله العصاية وبتقوله انها ما بقتش محتاجاها وبتعرفوا انها سحبت كل مهارات الكونج فو من كل اللي موجودين في عالم الارواح وانها بكده هتقدر تدمر ودي السلام وهتسيطر على العالم وبمجرد ما بو بيقرب منها بتتحول كاميليان للورد شين وبتهجمه وبتضربه فبينقض عليها بو وبيهاجمها هو كمان وبتفضل كاميليان تتحول لشخص ورد تاني وبتهاجم بو بكل شراسة وبتتحول كاميليان لتايلونج وبتهاجم بو من تاني وبتطيره بعيد ولكن بو بيرجع لها من تاني وبيقاتلها بكل مهارة وبيفضل تايلونج يتفرج عليهم من بعيد وهو متحمس جدا وما بيكونش عارف يشجع مين فيهم وقبل ما كاميليان تنقض على بو بتدخل جين وبتشتت كاميليان وبتوقع عليها قفص ضخم فبتتحول كاميليان لفيله وبتمسك جين وقبل ما كاميليان تقضي عليها بيتدخل بو وبيسعيدها وفعلا بتهرب جين منها على اخر لحظة فبتتعصب كاميليان اكتر وبتبدأ تغير شكلها وبتتحول لكائن عملاق شكله غريب ومخيف وبتنقض كاميليان على بو وجين اللي بيجروا بسرعة وبيتفادوا هجمتها ولكن فجأة بتوصل لهم كاميليان وبتاخد جين وبتير بيها فبينطلق بو وراها بسرعة لحد ما بيوصل لها وبيستخدم عصاية الحكمة وبيتحكم فيها وبينزلها تاني للأسر وهناك بتفضل كاميليان تدمر في المكان لحد لما بتوقع جين على الارض ولما جين بتفوق بتجري بسرعة وبتروح تطمن على بو ولكن فجأة بتنقض كاميليان على بو اللي بيتحرك هو كمان وبينقض عليها وبتحصل هزة في المكان من شدة الاستضام وبعد معركة طويلة جدا بتخرج كاميليان نار من بقها وبتسيح قفصه بترميه على بو وبتفضل كاميليان تسيح قفص اكتر وبترميه على بو وبتكون قفص حواليه وبتحبسه فبيفضل بو يضرب في القفص دي علشان يحرر نفسه ولكنه للأسف ما بيقدرش يدمرها وساعتها بتيجي جين وبتحاول تساعده ولكن بو بيطلب منها تقاتل كاميليان وبيأكد لها انها هتقدر تهزمها لانها هي النوال جديدة وبيديها بو عصاية الحكمة وبيقول لها ان نواصق فيها وفعلا بتبدأ معركة كبيرة بين جين و كاميليان وللأسف بتكون كاميليان هي اللي متفوقة في الكتال وبتقول جين انها مستحيل تهزمها فبتتديق جين جدا وبتستخدم عصاية الحكمة وبتعمل الحركات اللي بو علمها لها وفعلا بتنور العصاية وبتكون تنين وبتهاجم بيه كاميليان وبتخبطها في الجدار وبتفقدها الوعي وفي الوقت ده بيجي بينج ولي معاهم كل المجرمين اللي بيفرحوا جدا لما بيشوفوا اللي حصل وساعتها بتتفاجئ جين لما بتلاقي بو موجود جنبها وبتفهم انه كان قادر يخرج من القفص في اي وقت وبيفهمها بو انه كان لازم يعمل كده علشان يديها فرصتها ويخليها تسك في قدرتها وفجأة بتفوق كاميليان وبتهاجمهم من تاني فبينقض عليها بو وبيضربها بعصاية الحكمة ضربة قوية جدا وبيقضي عليها وبعدها بيستخدم بو قوة العصاية وبيخرج منها كل القوة اللي استحبتها وبيرجعها لأصحابها من تاني فبيتحرروا كل المعلمين والأشرار من الأقفاص وبيقربوا من بو وبيقرب تايلونج هو كمان منه وبيقولوا إن المعلم أجوي كان عنده حق لما اختاره وبيعتذر له عن الكلام اللي قاله له قبل كده وبينحني ليه هو وكل اللي موجودين فبيشكرهم بو وبيستخدم عصاية الحكمة وبيفتح لهم بوابة لعلم الأرواح فبيبدأوا المعلمين والأشرار يدخلوا من البوابة دي واحد ورد تاني وبعدهم بيدخل تايلونج وبياخد كاميليان معاه وبتختفي البوابة وبكده بيكون بو نجح في مهمته وبعد فترة بيرجع بو للأسر وبياخد جين معاه وهناك بيقابلوا المعلم شيفو اللي بيتفاجئ لما بيعرف إن بو اختار جين علشان تكون خليفة ليه وبالرغم إن المعلم شيفو ما بيكونش مقتنع إلا إنه بيوافق في الآخر ولما بو بيلاحظ إن جين خايفة ومتوترة بيقول لها إن أحيانا أعظم الأشياء بتيجي من أشخاص غير متوقعين فبتتحمس جين وبتبدأ تتدرب مع المحاربين الخامسة وأخيرا بيقدر بو إنه يختار تنين مقاتل جديد ويكون هو الزعيم الروحي بعد ما قدر إنه ينقذ أهله وقريته من الخطر الملخص ده بصوت لم ينجيب وكتبوا منتجه باسم أحمد وما تنسوش تعملوا الناس سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب وبس كده سلام